ازايكو يا شباب عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي الاول كده ما تنساش صلى عن نبي وتعمل لايك وتشتريك في القناة وللاسف رون هيودعنا في القسم اللي جاي ونبدأ قصة جديدة احلى من كل القصص انتظرونا ويلا نكمل تحت ناسيم الليل وتحت ضوء نصف القمر الذي يشوع بين السحاب جميع حواسي اللي تم سقلها طوال حياتي كمختال تحمس بقولا واحدا انت عنات انت التاني يا رون فبيقول له حصل يا سيد ديروس ديروس داري بورت هموت على ايده الراجل ده النهاردة فبيقول ديروس انت حققت سجل مليان انجازات بتليق بمنصبه كقائد ظل بفضلك العيلة كبرت فبيقول انا عملت شغلة مش اقطر فبيقول بالمناسبة يا رون انت بتظن ان الظلال محتاجة حربية ظلالنا بتتحرك لوامر سيدي بس ومعندهاش افكار او عاطف او عقل فبيقول انت ازاي بتتصرف من دماغك ازاي قدرت تتخلص من غسيل الدماغ ده فبيقول رون هو عارف ازاي غسيل الدماغ ده ازاي عائلة بيتدير ظلال الاختيال ابتدوا الاول يخطفوا ويشتروا العال كعبيد بعد كده يعلموهم ويخسلوا دماغهم علشان يكرسوا حياتهم تلبية للمهام القذرة بتاعة عائلة كمختالين ولا دماغي تغسلت برضو لكن بفضل تكنية النار اللي خدتها من المهام قدرت احرر نفسي بس هو ازاي عارف فبيقول له انت عرفت ازاي فبيقول له كل المختالين بما فيه منت عليهم قيود الاول هو غسيل الدماغ اللي انت حررت نفسك منه والتاني وبيعمل صوت اللي انت بتحس بيه دلوقتي بيصرخ رون من القلم هو ايه القلم ده؟ انا حاسس ان قلبي بتقطع بمنشار فبيقول له دي دودة الغضب اللي حطتها داخل جسمك بتاكل قلبك حتة حتة طبعا ده افزع سحر اسود بيوضح مشار العبد فبيقول له رون انت مش مكفيك انك غسلت دماغنا وزرعت فينا ديدان الغضب بعد كده بتتظاهر بالعدل والصلاح انت حسالة فبيقول له انا ماسمح لكش انا مش حسالة انا شخص حازر بس انت قدرت تقسر اللعنة زي ما انا كنت متوقع فيما قوله بتقول ان الكل بيلبس قناع وانا قناعي اسمك واكتر تمييز من التانيين هو ديروس ريوبورت انا اتخطفت في عمر مش متذكره حتى ونشأت كمختال وكل بصيد لعيلة ريوبورت بس بعد ما بقيت زعيم الظلال عشت من غير عطفة او قلب بس بالصدفة اتعلمت تكنية النار التي امتلكها اقوى صيف بالقرة من زمان وتحررت من تأثير اللعنة افتقرت ساعتها ان اتحررت من الظلام وخدت حريتي وسدقت ده وتمنيته انه يحصل اكني الموت تمني للحرية اي جريمة عملتها عشان اموت كده في الاخر صحقا واستحيل اخلص على كده لو كنت هموت هنا فبقول له ديروس انت ازاي وقفت في الحالة دي فانا لازم انا اخد منه دراع او اجرحه جرح واحد قبل ما موت وبيهجم عليه انا مش هموت موتة مغزية زي دي وبيباحلق لديروس وفي عينه نظرة صادمة بس ديروس قطع راسه بواسط المنهى يا ديروس الكلب فبيقول له انا متأكد انه صديت هجومه او متحررش بس من غسيل الدماغ لا وقدر يهاجبني وجرحني او بيتحمل قلم دوتة الغضب عد وقت طويل بقى لي كم سنة ما جرحتش ما تخيلتش ان كلب صير ممكن يعضني ياسا انت بكبر موضوع ليه هو عوارك بس بس انت قطعت راسه فبيقول هو كده مات فما فيش خوف منه فبيقول له اتباعه اتخلصه منه بيتقال ان ديروس من اقوى المحاربين في الكرة فمن الطبيعي مكسبش ممكن هو قوي وانا ضعيف ما بليد حيلة من الظلم عيشت الحياة دي من غير سبب من الظلم ان يلعب بيه طوال حياتي ومن الظلم ان ما قدرتش اتكن تقنية حلقة النار اللي خدتها صدفة اذا كان شيطان او اي حاجة ما عديش مشكلة انه يساعدني انا عايز انتقن منه بايه تمن وسبحانه بيطلع نظام بيقوله ان السخط اختاره والسخط هيخزن جوه جسمك موت جسدك حصل خطأ وبنروح لمكان غريب عجيب وبينلاقي واحدة بتقول بهجتي بصلي هو ايه الكلام ده والله المنها مفهاش شمانسية وبقول هو ايه اللي عندنا ده بيطلع اتعادة ولادته اعادة الولادة دي اسطورة عند اليابانين ان الانسان لما بيموت بيتولد تاني وبيفضل كده الامان انهاية ولما بيتم اعادة ولادته بينسى كل ذكراته عن حياته اللي فاتت وبس كده وبعد ما اتهشتكه وتدلعه فيقوله انا لسه مش متعودة على الحاجات دي واسم الست دي هي سيلفيا انا هسكب علشان مش نايا سمحت بس انا لسه فاكر حياتي اللي فاتت انا حسبت ده حلم وعيشت كده المت يوم وبيقوله انا ليه مش باصحة من الحلم ده بس في الاخر تقبلت اللي حصل بالروح لامه هي بتقول يا ريت رئيس العيلة يرجع بسرعة عندها بس يمنح بهجتي اسم جميل بيقول رون تمام وكأن يعني هتندوني بهجتي للابد بس شكله مشغول جدا ببقى انه ما ظهرش من مئة يوم انا معرفش كتير لما تنسخت بس كل اللي عرفته ان العيلة دي عيلة مرموقة وسرية فكرني بالملك غيراي نزل منه ترد فصول للعلم مما اني تنسخت علي حال فعيلة سرية احسن من العادي لاني لازم انتكم فما زال الانتقام والغضب جوه قلبي قبل مموت بس مش لازم ان اتسرع ولاني عشت جوه القوضة دي بس فمعنديش فكرة عن موقعي ووضعي الحالي بالاضافة لازم نصبر لاني لسه ما اتقنتش حلقة النار اللي خدتها في حياتي السابقة على المختار الملقب بالافضل في عيلة ريبورد حتى لو كان ده علشان انتقامي من ديروس فاستطيع تحمل واخفاء مشاعر الانتقام انا فضولي بيزداد الاصر الواسع والفخر هذا هو مستوى سمعت عيلتي يا طرح هو مستوى سمعت عيلتي عاملا ازاي فبتدخل خادمة ويتناد על سيلفيا رئيس العيل الجاقه فتقول لابويا انا لازم الاستعد دلوقتي فبيتوفره فبيقول رون هو ايه الحضور الهاقل ده فبيقولو يدخل رئيس العيلة ووجوده بس يسبب الضغط الهاقل ده فبيدخل رئيس العيلة فبيقول لاما كنتش مخطئ فراجل ده فبيتقولو ابويا فبيقولوا هو ده ابنك فبيقول رون ده مؤكدا عجوز بشعر دهبي زي الشمس وعين قرمزية وواجه اكتر برودة من جبال التلج درئيس اعظم عيلة في القرى مالك الدمار الشمالي جلينزي جارد فبيقول له وانا تنسخت مع طفل اقوى عيلة في القرى فياسطة ما تنساش اللايك والاشتراك علشان نستمر في سلسلة حكاية رون وكتب لي تعليق كده حلوي زيك انا برد على كل التعليقات وعايز ارد على الناس اللي كانت بتقول ان قصة كيم وحشة واستبدلها المهمة يعني نكمل فبتقول انت عايز تشيلو فبيقول هنسميه رون ان الاسم ده بيوحل الهدو والتحرك زي الظلال سبحانه فبيقول انا خدت نفس الاسم وبيسيبهم وبيمشي فبيقول اكيد كلهم ناموا كانوا مئة يوم مزعجين بس اخيرا بقى عندي فرصة انهم بيجيلي في اوقات عشوية وكول لما اصحى لاي يا سيلفيا جنبي فمش عارف اتحكم في المانا او اي حاجة فبيقول يلا نبدأ تكسيف النار القدرات العادية اللي بتستخدم في القرى دي هي التنفس علشان يقبل المانا الطبيعية لكن حلقة النار مختلفة عنهم زي ما الساحر بيكون دواير مانا التقنية دي برضو بتشكل دائرة حوالي القلب واللي بترفع من قوة التحمل وبتنشط نمو الجسم دي تقنية السقل الاعظم وميزيتها ان عبقلة زي ديروس مش هقارف يكتشف مكان الحلقة انا لو عرف تطقنها واتعلم تقنية عائلة زي جارد فانتقامي من ديروس مش هيكون اضعاف احلامي ممكن ده بسبب الجسد ده ما سرتي مليانة برودة جديدة ده بسبب برودة جسم كله حتى بعد نوم 20 ساعة الانسداد في 9 مناطق تقريبا اموت بالمعدل ده بعدما البرودة تسد كل المصارات الجسمي لازم اخترك الانسدادات وافتح مصارات بحلقة النار بس من جانب تاني اعتبقى اخسارة لو اتخلصت من البرودة العالية دي هدمج الاتنين مع بعض ويخليهم يدوروا مع بعض وبييجي الليل فبيقول رون المعدل بطيق بس العملية ثابتة فبيقول هو انا تعبت لاني سقلت شوية صغيرين صحقا انا مش قادر فبيبص علي جيلين وبيستخدم علي السحر ممكن يشفيه وبننتقل لرون هو عمال يقول ابوه ابوه شكله بيحاول يشتمها فبيقول له اسحف شوية وبتقول شكلك كيوت وانت بتسحف رون هيتشلى من جواه بيقول ازاي اصرف زلعال ما اني عندي روح شخص بالغ هموت فبيقول له انت كيوت وبتتدلع فبيقول رون انا بفضل تحمل البرودة على ده والله والله انا كمان برضه فبيقول حد هي سيلفي هنا فبيقول له اه ايوة هنا يا عجوز قصدي يا قديس فبيقول لها ولا يهمك قولي لي يا عجوز فبيقول هو ده القديس العشعس فبيتقال ان مهارته في الطب واستخدام القوى الوهابية بتخليه في القمة ده اشعر معالج في القرة بس هو بيحب ترحال فمن الصعب مقابلته فبيقول له انا كنت مسافر بس جيت لاني عرفت ان جبتي ولد فبيقول له هو ده فبيقول له شعر اشقر وعيون حمره شبهك بالزبط فبيقول له ده ظريف عكس جلين هو اسمه ايه فبيقول له اسم رون فبيقول له انتو ساعة ما سميتوه بنيت الظل صح فبيقول له ايوة فبيقول له وحد يسمى طفل رون هو جلين ده بيفكر في ايه رون بقى في عالم وازي تاني فبيقول له هو اكيد في علاقة ما بينهم علشان هو مش بيه ناديني بلقب واسمه ايه لقى مملكة الدمر الشمالي ولقاش عاس علجه لكن ما كنتش اتوقع انها حقيقة فبيقول خليك جد ده فبيبص بص عليك فبيقول له الطفل ده حالته مش ولا بد فبيقول له وفي حاجة فبيقول له الوقت ده مصاب بلعنة السقيع مصارات المنهة بتاعته مزودة بكتل من البيودة ونهيك عن صعوبة انه بيبقى سيئة في المستقبل هو مش هيموت لو متعلكش الا انه مش هيعيش كتير فبيقول له انت كداب فبيقول لها انا هدي ادوية علشان توقف تقدم اللعنة دي فبيقول الخادمة السيد رئيس العيل عايزك فبيقول لها هاجي بعد ما خلص هنا فبيقول له هو قال لي انه عايزك فورا فبيقول دايما انت وقيت وحش كده فهمت اهامش دلوقتي دلوقتي عرفت انها لعنة بس معرفت اسمها مش هيغير حاجة كده كده مش هيحصل حاجة لو اني شكلت حلقة النار فبيبص بيلاقي سيلبيا بتعيط وبتقول دي كتبة انا مش هخسرك كده مين قال انك هتموت دهراء ممك هتعمل اللي بواسعها لعلاجك ما تسيبنيش وتمشي يا رون يا روك فبيقول رون هو ايش شعور ده قلبي بيوجعني القلم شديد جسمي بيوجعني انا مش عايز اشوف ده فبيقول لها ما تعيطيش وبيمسح دموعها فبيقول لها ماما فالخادمة بتقول سيد سيلبيا اوقفني فبيقول جيين هو ايه اللي بيحصل ايه الدوشة دي فبيقول لها سيد سيلبيا رئيس العيلة فبيقول لها ايه الوقاحة دي ايه سي لوك المغزي ده فبيقول له لو سبحت انقذ رون انا واسقى انك عارف حالته لكن الطفل ده كل ما املك انقذ رون فبيقول لها من الواضح انه مش هيعيش كمحارب فليها سيد طفل ملوش لازمة فبيقول لها ده حفيديك اللي جبتيه فبيقول لها الحفيد اللي جبتيه بعد ما سبتي بيتك اعتبر منحه اسم زيجار دي باركة مني لكن مفيش اكتر من كده فبيقول لها مفيش حاجة تانية ولا خدوها من هنا فبطوعة تترجى فيه ارجوك انكزرون وبنلاقي نظر الجيلين بيت حزينة فبيقول له الأشعص انت عنات كاعدتك ومن الصعب انك تعمل محادثة صادقة انت ليه بتعمل التمثيلية دي في حين انك استدعتني علشان حفيدك فبيقول له هدوء قل التفاصيل بس فبيقول له تسع من الدوائر سدتها البرودة وحالته تزداد سوق مع تقدمه بالعمر 180 درجة مش هتواجه مشكلة الفترة بما انك استخدمت هالتك لضحر البرودة بس مستحيل يبقى حفيدك يبقى محارب فبيقول له مش مهم طالما هيعيش انت بتتصرف فطرية مختلفة من تاني اعتقد انه مهما كان برضو حفيدك فبيقول له انت ليه سمت رون في اسمها كتير احسن من الظل فبيقول له رون مش معناه الظل بس من الف السنة اللي اسم ده كان معناه حاجة تانية وبالروح لرون هو بياخد العلاج اللي طعمه مر فبيقول له رون استحمل المزاق وكلام واسخ ملناش دعوى بيه فبيقول رون في سره كان طعمه لازم بس وكسيد سم النار هو كله ان احتاجه دلوقتي تضحر الحرارة بالبرودة في الدوائر المنى والنكادية بتعاية تاني عدى سنتين من ساعة ما بدأت اتمرن ما بين باخد الكسير اتمكنت من تحقيق حلقة نار بشكل اسرع حلقة النار بتاعتي بالنجمة واحدة بس وعدى كمان وانا مستمرة في التدريب كدولي بيشمل اللعم مع سلبي واهلين في الصبح اشك ان في طفل منشغل زي في القرى دي وبقضي غفواتي والاوقات المتاخرة اقعد اسقل فيها قوتي وعدى وهي تطويل واخيرا بيتبع عمري الخامسة وبتجي له اشعار بالنخات حركة تانية وروحه بيت اقوى شوية وتأثيرات حلقة النجمتين خلت انجزاب المنها تزداد الطاقة فبقول له اخيرا عملتها شمعت حلقة النار التانية مع حلقة النار التانية بيت النار بتدول في شكل ما تقاطع فبتقول الخادمة يا سيد الشاب فبتقول له انت صحيد بدري او ممكن اخد لبسك علشان اغسله فبقول له تباب فبقول زي ما اتوقعت هي مش بتقدر تشوف النافذة كنت يادل ان اشوف النافذة من ساعة ما كنت الحلقة الاولى انا ما كنتش واثق من مهياتها مع الوقت اعرفت انه نظامه رحلية دلوقت قادر اشوف حلتي في ثانية واحدة وتقول النافذة انه عنده حلقة نار واحدة ولعنة سقيع وقدر التحمل ضعيفة بس التحمل عنده ضعيف جدا ولعنة السقيع رغم وصولة للنجمتين كل ده فضل اكسير سبت النار ومش الاكسير بس واثق ان سيلفيا واهلين والفلاس كان ليهم دورفي ده على مر الخمس سنين كانوا بيصاروا على راحتي بس انا لسه بعمر الخمس سنين ولسه قدامي وقت طويل مفيش داعي للاستعجال لعنة السقيع عاملاني مشكلة بس طاقة تحمل ضعيفة مشكلة برضو هو ده بسبب ارهاكي بسرعة لما بضحرك ومع ده سموني بسمة اعظم مختلفة حياتي السابقة اللي هو يعني بيعظم نفسه ومع خبرتي طالما اقدر اعمل حالة نار الحالات السلبية هتختفي لو تعلمت مبارزة زيجاد هقدر ازم ديروس بس ما يفعش استعجل ديروس كان منافس قوي كان بينادوه بالاقوى في القارة مش هقدر استحمل لو عماه غضب بالسقر اللي يقدروا يقتلوه يتعدى لصابع الايد عسكو الاكتر فبقول له سيلفيا انت صحيت اتذكر لما قلت ان في مكان لازم نروحه مع بعض فغير لبسك علشان نروح للمبنى الرئيسي الشياطين والملوك بيحافظوا على توازن القوى في القارة وبيت زيجار دي البيت اللي خرج منه واحد من الملوك نشر الملوك الست الاخير بينما هدد الشياطين الخمسة السلام وهي فيه حاجة اسمها مراسم الحاكم ودي بتحدد اذا كان الشخص ده طيب ولا شرير والنهار ده مراسم حكم زيجارد وكلام ما لوش لازمة المهم ان بيسألوه ان فيه حد من السلسلة المباشرة هيشارك فبيقول واحد انا سمعت ان ابن قارون الرابع هيشارك بيقول له انا سمعت عن سيلفيا بيقول الفشلة دي هنا وشكلهم مش طيقنها فبيقول هو ده بقى ابنها رسمات اشعات النعيان شكل الاشعات صح وبيقضوا يتريعوا عليهم انا مش عارفهم ما سمحونهم ليه يدخلوا هنا يعني لازم ان نعمل مراسم لابن الفاشلة فبيقول واحد يا ريت ما نشوفهاش تاني بيتريعوا علي انا مش ممانع لكن بيقول واحد ده ما عندهاش دم فبيقول له كبر دماغك يا رون اعمل زي بالزبط فبيقول له رئيس العيلة بيدخل فبيقول عده هو تطويل هي عدت خمس سنين فعلا جيلين زيجارد فبيقول بان ان الكل حضر فبيستدع سيف فبيقول رون هو ده سيف الحاكم ابدأوا مراسم الحكم فبيقول له ان انا حطيت ايده عليه هيقول مقدار موهبة المنة عندك هنبدأ بورين زيجارد فبيروح فبيقول جونجون تطفل ده مقفلة بالكامل هي بتلتصك لما بيبلغ اربع سنين وموهبتهم مش هتتغير بعد كده للسبب ده بيكتمع الاطفال عشان يعرفوا موهبتهم اللي عندهم فبيقول له ده عنده سمة الرياح وبص على النص اللي بنور ازاي عنده اعلى جودة من المنة احنا مكناش بنتوقع قل من ده من ابن السيد كارون فبيقول له جلين ده ميزة حلوة للمبارزين ركز على الاحساس بالرياح وبعد كده بيناده على رونان فبيقول رون انا بتوقع ان المادة اللي بيوصل له الدوق هو اللي بيقول لك مادة نقاط المنة اللي عندك وبتظهر سمة المنة عند طرف الصيف هي ده الطريقة اللي بتحدد بها موهبة الناس يا زيجارد فبيقول له ظهرت موهبة تانية من بيت سوريون دي نفس موهبة بورين فبيقول رون الناس دي مهوسة بالموهبة اعتقد اني مش هياخد نتيجة كويسة انا قدرت اوصل لنجمتين بحلقة النار بس لسه فيه ساقيقة كتير في مصارات المنة عندي انا كده كده مهتم فبيقول له الاخير رون زيجارد فبيقول له تقدم لو صرحت فبيقول له امه روح يا رون فبيقول رون انا مش حاطي التوقعات كبيرة انا عايز بس اتأكد من السمة المناسبة للجسم ده والسمة اللي هستخدمها في المستقبل بيروح بيحط يده على السيف فبيتلع حالة النار وبيقول له ايه الضوء ده وبينكمل من ساعة موقفنا ساعة محط رون ايده على السيف وبينلاه وحوش طلعت وكيانات غريبة وفيه سياف واقفوا وسطهم وبيهجوموا على السياف وبيتساءل ومن الشخص ده وبيجمع السياف كمية طاقة ضخمة حواليه وبيعود يقتل في الوحوش وبينتج عن الدربة دي انفجار شديد وبيفتع عيانه وبيقول له ازاي السياف الحاجة اللي ده عمل ده كله وبيتريعه على الناس وبيقول ده حتى ماصلش لنقطة المنتصف وبيعودوا التريع عليه والموضوع ده مش بيعجب جده وبتحاول امه تخفف عليه وبتقول له ايه همك انت عملت اللي عليك واما ماشيين فبيعود يقوله انت جبتوا لنفسكو الكلام وثلاثة الزيجات بقت ضعيفة وكل اللي عندها هو الشعر الاصفر وليون الحم فبيزعه فيهم جلين المناصم خلصت تقدروا تروحه وكل واحد بيلم نفسه هو وعياله وبيمشو وبيل بقى انه مفيش امل على ما اظن ان ده اقصى حاجة ممكن يوصلها انا كده كده ما كنتش مستني منه حاجة فبيقول له الخادم سيدي وبيخرج مرة واحدة نور شديد فبيتفاجه جلين من اللي حصل وبينلاقي من قوة الطاقة غطت العودة كلها ولسه جلين مستعبه وازاي وولع كده وبييجي فجرة الضوء الزهبي وبيقول ان دي الاليها اللي كانت عند رئيس العيلة الاولى كوة قوية جدا تكفي انها تدوب نار الشيطان نار زهبية المنة الزهبية ظهرت مرة واحدة في تاريخ عيلة زيجار دي كله ده جميل جدا وبيضيق بضوء لامع وبيقول الشعلة الزهبية رون انت هببت ايه وبينروح لنافزة الاحسايات وتبقى هي هي ما تغيرتش وبيقول رون بان انه ارى بيباع عندي 3 حلقات نارية عدى سبع سنين على مرسم الحكم الاولى وبيقول رون انا بقى عندي 12 سنة وقربت على الحلقة الثالثة سرعتي هتزيد لو كنت بس صادر اعمل حاجة في البرودة دي بس بخلاف كل ده مقاومة المية عندي وسط لنجبتين واختفت البرودة من جسمي طبعا واللس صعب احرقه بس احسن بكتير من الاول لازم اعمل برضو تمارين بدانية فبتنادي عليه امه وبتقول له انت بتعمل ايه هنا انت لازم تستعد علشان ما تتأخرش فبيرد عليه وبقول له تمام جيه وقت مرسم الحكم التانية بقى لانه يشوف الناس المزاجة دي تاني في الاخر قعد رون في الاماكن اللي بيوضفها لعائلات الفرعية وبينادي جيلين عليه وبقول له انت جالك ابرم المشاركة في التدريب الاساسي كفرد من العيلة بقى لك شهر ما روحتش فبيتفاجئ رون وبقول له وبيتكلم عن التدريب الاساسي انا مجاليش حاجة وبترد سيلفي على مكان رون وبقول له رون تفلم ازاي بقية الاطفال لسه فيه برودة في جسمه فمن الصعب انه يتحمل التدريب هو سيلفيا كيتعرفها ومخباية عليه فبيرد عليها جيلين ده ارض زيجات مفيسي استثناعات مفيس رفض للناس اسحف والضرب حتى لو مكنتش عايف تمشي ده معاناة انك تكون واحد من عائلة زيجات فبترد عليه وبقول له انها مش هتقبل الامر ده وانه يديع شوية وقت فبقول له انت لو ما يابلتش ده هتهرب مرة تانية مع العائل ده تقدر يتعيش في الارض دي كفارد من عائلة زيجات ولو مش عايبك يمشي فما بيسدوا اسمها حاجة وبقول ايه ده ايه هتهرب تاني ده هتكون حاجة مسلية علشان ايه ما عندهاش مصارات منه او حتى ملاك استقى من المؤسف انها واحدة من الناس للمباشر فبقول رون اخيرا اعرفت سبب معاملة سيلفيا بالطريقة دي ده بسبب انها هربت من العائلة ما كانش عندي سيلفيا حاجة مع انها كانت بتتعلم فنون الكتال وبعد ما ضمرت مركز تقطع ومصارات المنى هربت من البيت وتجوازت ابوها رغم انها مات في الاخر بعد حملها وما كانش عندها اي خيار غير الرجوع ورجعت بس بعد ما تخلت عن مركزها كناس لمباشر وبقت بتتعامل زي الناس للغير مباشر وانا دلوقتي ابني سيلفيا رون مش هاد انا شوفها بتتعامل كده تاني وبيروح رون فبتحاول سيلفيا والخدمة انهم يوقفوه بس لها حياتي لما تنادي فبيقول له زي ما امرت يا رئيس العيلة اشارك في التدريبات من الشهر الجاي فبيقول واحد انت متعرفش ان الشخص ده مريد زيك مش هيستحمل التدريب الاساسي فارجع احسن لك وبطلع اللي بتكلم ده دينير زي جارد فبيرد عليه رون وبقول له مفيش مشكلة انا حاول اترقى لاسم عيلة زي جارد هحضر التدريب فبيرد عليه بقول له هتترقى وبطلع حالته انت عارف انت بتقولي طبعا رون كحيان فبيتأثر من الهالة وبينزف وبيقول زي ما يكني بتصحك نظراته بس تعمل كده انا حاسس ان قال بقى يتصحك ده اقوى من الربورت هي دي قوته ملك الدمار الشيطاني وبيقع رون على الارض فبتقول له سيلفيا رون لسه صغير مش عارف بيقول ايه فبيقول دينير اهدى شوية ده طفل صغير وبيزود هالته فبيقول انا بتكلم دلوقتي فبيتأسف دينير فبتحضن سيلفيا رون وبتقول له رون مش في صحة كويسة عشان التدريب وقف هالتك بعد اذنك وبيفتكر رون ماضي وبقول انا كنت مقتال عاش في الظل زمان كان اقرب للموت من الحياة كائن مش بيظهر نفسه فبيقوم رون وبقول لا انا ببقتش كده خلاص والنساء بالظلام وراح للنور وبيقول انا خلاص مش لازم انا استخبه في الظل انا مش عايش كمقتال بعد كده وبيحاول يستحمل الهالة وبيقول انا رون زي جاد اعيد لسيلفيا ما كانتها الاصلية فبيقول انا معرفش اصلا ان تربيت في المبنى الملحق مش الرئيسي ومكنتش عارف مدى علوة ورفعت اسم زي جاد فانا عايز اشوف اي نوع من الاماكن يكون بيت عيلة زي جاد بالمشارقة في التدريب انا عاحم سيلفيا قارون وعاحم كل احباي استعيد كل ده بايدي انا هتحكم في العيل عن طريق التدريب الاساسي بس فبيرد عليه ان هي دي الطريقة اللي عندي حاليا وهتاكد من اعداد المدرب الكامل عشان ما يخيبش املك بيغمو على رون ان كنت احسن مختال في حياتي السابقة وتعلمت في الحياة دي وسطلت الكرة حلقة النار لو قدرت انتفع من كل القدرات دي هوريكم ازاي هبقى قوي وبالروح لاكاديمية وبالله عيال بيتضربوا فبيقول انت مولت شابني انه ضعيف لدرج انه مش عارف يمشي حتى وده بيطلع سايد في نون الكتال كرون زي جد ايوان اسماتي كذا خادم بتكرن عالكلام اللي حصل بالرئيس العيلة والاشعاعات عن انه بيعاني من مرض خطير جسم الوات ده في حالة مش طبيعية ازاي قدر يستحمل ضغط اهلت ابوية اه افتقارت سيلفيا كانت موهوبة جدا طب حط خادمة في الممنى بتاعتهم فبيرد خلاص تمام نفس فيها سرع وقت وباللهي رون مدوق سيلفيا وخليها تقول لي ايه اللي بيحصل هناك وبننتقل لمركز التدريب الخامس والجنود قاعدة بيتحيي رئيس العيلة والباشا قاعد نايم لو شافك هيشرحك فبيقول بطل تظاهر بالنوم يا ريمير فبيقول اه سيدك جابد انت الشخص الوحيد اللي مش بغير فتحك عليه وبيطلع السيف الخفيف هو الصيف حلو جدا فبيرد عليه بان المدربين برا تلاعين ابوهم والمدرب الرئيسي فبيقطعوا وبيقولهم انه بيضعوا تعليماتي انا شغال بدماغي وهم بجسمهم احنا بيكمل بعض فبيقول له اه انت لست مجبرتش حتى بعد خمسين سنة فبيرد عليه بان البشر بتغيره لما بيجوا يموتوا فبيقفشوا وبيقول له انت جاي هنا علشان الحفيد الصغية اصلي سيلفيا جات من شوية وكانت بتوصيني على رون شكل الرئيس ما عندوش علم بكده فبيكمل كلامه لو انت جيت عشان تطلب الخدمة دي فما كانش لازم ان تيجي انت قلت السيد مش هيدخل في شغل الجنرال الخامس انا مش هعمل اي استثناقات حتى لو كان حفيدك الصغية فبيقول له مين اللي قالك انه هعمل كده فبيتفاجئ الالف بالعكس ده بيقول له اعمل اللي انت عايزه فيه ده حتى لو عايز ترفع مستوى الشدة ده هيخلينا نفرق بين الضعيف والقوي فبيقول له حفيدك مستحيل انت بتحبه جدا شكلك كده هتديه الحب اللي سيلفيا تحرمت منه فبيرد عليه بيقول له انت لما كنت الصحبي كنت اقطعتلك لسانك ما تتسهلش معاه وفرق بابينك كويس والقذر بشكل كويس سيب بس الموهبين اللي يودوا تدريبك فبيرد عليه خلاص هعمل اللي انت عايزه فبيقول له خلاص تمام هتديك لنا فبيقول له مع السلامة فبيفكر في رون وبيقول له انه عايز يشوفه وبينلاقى عم رون وصل للحلقة التالتة وجسمه وروحه وقويته بقى اقوياء بيشوف عيال صغيرة وبطلع فيه خيط واحد من لعنة السقية اختفى يعني ابتدى يشفى فبيقول انا كده بقيت اقوى في الادراك وعقلي بقى اقوى حدة من الاول انا ضغطت على نفسي في اول يوم وبالروح لسيلفيا وبتطمن عليه وبفضل تويت سيلفيا ليا بدأت عضلات دراعي ورجلة التور من غير اي مشاكل علاوة على ده نافذة الحلقة دي بتسرع نموي بشكل اسرع دي البداية بس تدريب زي جارد مشهور بصعوبته مستوى السلاس نجوم هو الاساس اللي يبتدي به مع مدرب ما يعرفش انه الالف وجده متواصين بيه على الاخر علشان اظهر انجازاتي اعظم من اي حد لازم اخلص من الناس اللي كانت بتتريع عليها شكله هيخلص عن العيلة كلها ووقتها بس اخد انتقامي مش هافقل لما قطع الراس الوقت ده وبينلاقي حد بينادي عليه وبتطلع عمه وبتقول له انت لسه ما نمتش ليه وانت ليه هنا في الوقت ده وبترد عليه وبتقول له انت رايح بقرى الارض التدريب علشان التدريب الاساسي انا عايز اقول لك حاجة وانت لازم تروح علشان يكون صريحة معاك انا لسه عايز اوقفك انت دايما بتخب الالم جواك ومش عارف اعمل ايه لو تعرضت للاصابة في التدريب انا مش بقول لك مطرحش بس تقدر تأجل الحوار ده سنة واحدة فبيرد علي انه ما ينفعش يتأجل فكل مرة بشوف الناس دي من الناس اللي المباشر او جانبي بتغير منامحهم كانهم شافوا حاجة قضرة وبصخرية بتنساش يسه تعمل لايك علشان ما يحتاجين كل لايك علشان عايزين لنفس القناهات الكبيرة ويلا نكمل ما بقى حاسس بينزعاج شديد جدا مش قادر اوقفه انا حاسس ان لو اضربتها يعملوني بشكل احسن فبتقول له انت زاكي يا رون مش هنعيش لوحدين ومفيش حد ايه دي العم فينا وبنروح لفلاش باب وبتقول له لما قابلت ابوك هنا كانت صدفة وساعتها وقت في حبه بس كان من الصعب ان اكون معاه لانه كان مجرد فارس عادي علشان كده دمرت بصارات المنة ومركز الطاقة وسبت البيت لحياة كانت عندك اخت كبيرة اكبر منك بسنتين واسمها شو وجي فيهم فرقة من ايدين اتعرفت علي وهجمه علينا ابوك ما كانش قوي جدا كان على قده فما كانش بيدينا حاجة بس الحظي ابويا كان حاطتها الراس ورايا بس كانوا بعيدة عنا ووصلوا متأخر ولما وصلوا كان ابوك واختك ماتوا فما كانش ليه مكان ارجع له فارجعت البيت هو ده سبب وجودنا في بيت المزنبين ففيش كلام عندي اقوله لجدك فبيقول رون ايه الانانية دي سيلفيا انانية هي عبيطة مش انانية سابت مسئولية العيلة علشان سعادتها الخاصة ورجعت علشان تفضل عيشها بس هي الستة الوحيدة اللي اديت لها الحنان والحب الاول مرة حتى لو نداها الكل بالانانية بس هي بالنسبة له هي امي فبيقول لها انت ندمتي على اللي عملتي فبترد عليه بتقول له لأ انا كنت عيشة في البيت ده كنني مش موجودة بدأت احس بالحياة لما خرقت كنت فرحانة وقتها ودلوقتي برضي بوجودك معايا انا اسف لاني امي مش كويسة فبيقول لها انا تمام فما تقلقش على اي حاجة حتى لو تكوني نداكب الانانية هتفضلي امي السمينة اللي مش ممكن استبدلها ممكن انتقامي استنى شوية لغاية ما رجع لها منصب الوليسة المباشرة لعيلة زي جارد وبتقلب جو الصعبانيات فبيقول رون انا هتأكد بنتقدم حلقة النار قبل ما نام وبيدخل في وضع التأمل وبقول سرعة الدوران زادت بعد وصولي للحلقة التالتة هي سريعة كده امال ايه لا يحصل لما توصل للمرحلة المتوسطة هو ايه ده فبيلا لها حاجة بتقول اخيرا حان الوقت الغضب اللي سحبته وصلني ملك الجواهر باسم الملك التاني للشيطان اوقف انتقامي فبيتصدم رون من قوة الموقف فبيقول له النظام اللي تم تفعيل مزة الغضب واستيجاز الغضب فبيقول له يلا ديني جسمك وروحك فبيقول له هو طفل فبيرد عليه رون ايه اللي حصل فبيقول له انت مين ياض وازاي طفل زيك توصل مشاعره للملك لأ ده انت خبيت غضب عميق وكسيف في اسفل صدرك يلا سلم روحك لي لو عملت كده همنحك الانتقام اللي انت كنت بتتمنىه فبيقول رون هو ممكن الغضب اللي كنت بكوين لديروس قبل وفاتي الزهر بس فات الاول للانكار فبيقول لا انا محتاج مساعدتك فبيتفاجئ الشبح فبيكمل رون كلامه بانه هينتين بيديه دي فرصة حصلت عليها فما انفعش استعير يد شخص تاني فبيقول للشبح انا هقطع رأسه بنفسي فبيقول له الشبح انت غلطان الملك مش بيتفاوض معك فبيقول له خلاص الملك اتخذ قراره فبيتفاجئ رون وبيقول لها ببارد مستحيل فبيتوجه الشبح ناحية رون علشان يسيطر على جسمه وبيقول انت كفاء عليك انك تصحب نفسك وبيوصل لرون ورون لسا عاد بيتفرج وبيخش فعلا جوه رون وبيهدي الجوه حوالي الرون بيتجمد بسبب اللهم جسمي وعقلي بيتجمده صفته السقيع مش النار وبيلاقي الشيطان بيوسوس له انه يفكر فيه واثر غضبك حتى لو كان الملك يقدر يقتله وبنروح لرون اللي بيحاول يقاوم بس بسبب مقاومته للمية هو الشبح ده قوته ايه بيحاول يحفزني وبيقول له الشبح والشبح في شكل ديروس قصر رأسه وكان لحمه استسلم وسلم نفسك ليا فبيقول رون لو سلمت جسمك ليا فانا مش عارف هيعمل ايه لسيلفيا والستات اللي في القضة التالية حتى لو موتت مش هسلمه جسمي فبيقولي الشبح كنت بتمنى ان الحكاية تكون سهلة لو شغلت غضبك هتتقبلني بس انت مستمر في العناد كنت عايزة اقللك اتضرر لانه جسدي بس اضطر استخدمه مش هخليك تمشي انا هبلعك وببيل رون انا حسس ان جسمي بنهار انا وصلت الحدي وبعدش اقدر اكمل هموت قريب بالمعدل ده متنساش تعمل لايك واشتراك وتعليق حلو ده كده فبيفتكر حاجة ولو قدرت اتغلب على البنية دي بمقاومة المية فممكن ان ارتخفف قلم جسدي وعقلي في الوقت الحالي دي الطريقة الوحيدة علشان افضل عايش وبيبقى الشبح مستغرب من اللي حصل رون بيمنعه وبقوله هو ايه ده مهما بازلت مجهود فمستحيل حدوث اي شي ده انت مغرد طفل بشرك ازاي بتجر على التعالي على الملك فبيقوله انا ااخد حذري انا مش مقال لنفسي للارواح الشريرة ايه العرضة انت اصدق ايه بالشبح انا ملك الشياطين فبيرد عليه رون انت الشخص الوحيد اللي مش قدر يعمل اي حاجة معايا هو ملك الشياطين هو موت كل الملوك اتفل نفسك ايه اللي اعتر ده فبيقوله استنى يا لأ فكر بس شوية انا استيقزت دلوقتي فبيقوله و ده بسبب نضاله فبيقوله النظام تم فتح قدرات اضافية فبيقوله الشبح ايه دي قوة الملك الاصلية نافذة الحالة ليه ظهرت فبيقوله رون ايه دي احسايات رقمية فبيسأل الشيطان ايه هي نافذة الحالة والرسائل دي ايه ليه علاقة بيك فبيرد عليه بقوله النظام اتعمل للملكه بس فبيقوله ليه ايه السبب يعني فبيقوله ما فيه سبب علشان اقول لك. بيقول له تم تسريع النمو. بيقول له ازاي يعقل ده. فبيرد عليه انك مش بتعرف تخفي مشاعرك. اطلاقا. بيحكي معه. بيقول له ان اتوصلت بطريقة. اعتقد ان الحوار ده غريب. لان تأثير حلقة النار افضل من اللي كانت عليه في حياتي السابقة. هو اقول ده بسبب النظام. فبيقول له اديني طيب جسمك. او قوة الملك. فبيتدهي وبيهجم على رون. فبيوقف وبيقول له في حالة استخدام المنة. ليه جزء مادي. زي الروح يعني. ضربك ليه ملقوش لازمة. فبيقول ازاي بشري الكلب زليل زيك. بيتكبر رون دماغه منه. بيركز في حاجة تالتة. ان مفيش حد جيه مع ان كان في زخم شديد. بان النظر اشوفه واشعر به لوحدي. وبيقعد يعدي ايده من خلال الشبح. وقعد يشكر فيه. يقول له اعملها مستقيمة. فبيرفع ايده فعلا. وبيروح الشبح ليده. على شكل حزازة. فبيقول الشبح لرون معداش وقت طويل من اخر مرة رفع الخطة. لكن قوة الملك الاصلية رجعت. ومهما عملت مش هتعرف توقفني. افضل معاك لغاية ما تموت. فبيقول له رون انا حاسس ان اوضاعي السواري الحقيقي. عايز اخلاعها. بس لو شلت بالقوة. النظام ممكن يختفي معاه. وممكن يهزي سيلفيا واهلين. بان ان من احسن مراقبته. ما عنديش خيار غير الامام بقوتي على النمو والسيطرة عليه. بس انت لو عايز تستحوز على جسمي. ايه حوار سوار الظهور ده. مش لاقي عليك. فبيرد عليه بيقول له ده زوقي. احترمني كشبح. فبنروح للوقت اللي هيمشي فيه رون. وبتحاول هيلين تتطمن على سيلفيا. وبقول رون انا اجهزت. انا رايح دلوقتي لساحة التدريب. فبتقول هيلين خلي بالك وانت بتعدي الطريق. وبص يمين وشمال. وبعد روح لأي حد. فبالله يا فريدي وشك شوية. الوقت كده يحس بالاحباط. فبتقول سيلفيا حظ موافق. فبيحاول رون يطمنها. ان لو ما قدرش هيستسلم. ما يعرفش انه هيركبه الشلاحات هناك. وبيودعهم رون. وبيعيدوا نفس كلامهم. شكل الكاتب شغال بتارجد. لازم ان يوصل لفصل الستة واربعين. المهم سيلفيا بتودع رون للمرة الالف. وبنروح لساحة التدريب. وبنلاقي الطلاب عادين بيتعرفوا على بعض. فبقول رون انا سمعت ان في عدد كبير منهم متدربين. في ساحة تدريب زي جاد. مش بيجي بس السلالة المباشرة او الغير مباشرة بل العائلات تابعة للعائلة. وناس متوصية عليهم. افكر لكلام هيلين في ان العدد زاد السنة دي. فدخل على ساحة القتال الستة. فبيلله تفلين بتكلموا على رون. فبيقول له اطراف له لما استهتتكسر. فبيقول لتاني هو عيان. فهيهرف في الاخر ما تشغلش بالك بيه. طب ايه قصة سوار الزهر ده? ده مبتزل جدا. فبيدقي الشبح. وبيقول هم دول فعلا انه بلأ دول اوغان. اقطع راسهم او اخلع عينيهم. فبيقول له رون بطل زن. ليه ما بيزهروش قدامي? علشان عايز يسمع الكلام. انت بسمعتوش انك لو ما قدرتش تقولها قدامي. ما تقولهش من غرايا. فبيقول له ده مش عر اخدر اسكت انت مغرد لقيت. عايش في بيت الملحق. انت مش حتى من سلالة مباشرة. بقول له انت ازاي تجرؤ تتكلم او تنطق معايا كده. كما تنطق الكلمة دي ده معناها انك بتتكلم عن شخص اقل ما كان منك. فبيشد رون من لبسه. ولسه يضربه. فبيبصله بس انك لميت وانهم لميتون. فبيوقف واحد اسمه بيرين. وده منه السلالة المباشرة. فبيتأسف له. فبيتجاهلهم. وبيروح يقف قدام رون. وقول له انت لسه جاي ما تعرفش حاجة. انت مغرد غبار. لو انت مش عايز تطرد من البيت الملحق. خلي راسك دايما منحني. انت خدت انتباه الرئيس المرأة اللي فاتت بالحظ. واستغل الواقف بس لمصلحته. هيخسر فشل زيه في التدريبات. ايه بعد عن هنا. عشان لسه بدل انك تحاول تتجاوز التدريب. فبيرد عليه رون رد صاحك. انه دايما بيحب يتكلم في الحاجات الفارغة. وقول له انت مين اصلا. كل اللي معك بسبب نسبك المباشر. ملكش اصلا سلطة. فبا اي حق بتتكلم كده معي. انت بش حتى متدرب. اه ممكن يكون عندك سلطة غير مباشرة. لو انت جريت بسرعة وراحت اشتاكت لابوك. فبيتشل بيرين. ولسه يشكر في رون. فبيدخل المدرب اللي هو الالف. وبيقول انتو مجاهزين للقتال يا جماعة. انتو جريئين بالشكل ده لانكم عيال. فبيقول رون ده ليمير سيف زي جارد اللامع. سبقت انه تقعد بسبب تضرر مسارات طاقته. فبيقول لهم ليمير من اجل الحوار ده لغاية ما تخلصوا حفلة دخول. انا متوقعتش انه يجي العدد ده كله. فبيسيبوا بيرين وبيمشي. بيطلع على موصة. وبيقول انا فرحان باللقاء اليكم. انا المسئول عن تدربكم. اسمي ليمير. ودلوقتي سبقت انه حضر مئة وستين متدرب. ده كتير. فهقلل العدد ده بالاختبارات للربع. وبعد حسابات ده مات لخمس دقائق طلع الناتج اربعين. اه بيتفاجئ الطلاب وبيخافوا. فبيتسحب الشبح من لسانه بقول هو ازاي الالف ده بيقلل مني. انا اقطع وداله فبيضربه رون عشان يسكت. فبيقول انا كلمتي هناك كل في الكل. فلو واحد منكم عنده مشكلة معايا فعنده رئيس العيلة. طب يلا نبدأ. اتم مستنيني يلا اجروا. فبيتفاجئ من اللي حصل. متنساش تعمل لائك واشتراك وفعل زر الجراز علشان يوصل لك كل جديد. وعايزين نوصل لعشر تلاف مشارك. ان شاء الله في اسرع وقت. اساسيات فنون الكتال اي القوة الجسدية والطاقة الزهنية. اجروا باسرع ما عندكم. وما توقفوش جاري لغاية ما اقولكو. فبيتكلم الشبح بقول لرون طالما بدأ وجاري من الاحسن انك تكون في المقدمة. انت ليه وراه. فبيرد عليه رون وبيقول له ان دي منافسة مش لازم تتجاوز الاطفال دول. وهو بيبص على امكانات الكل ومزاجهم. فمش هيحكم على حد غير لما بيشوفه. بس الفائز في الاختمر ده اللي هيقدر يستحمل للاخر. هوصل للنهاية مهما حصل. فبيقول له السيد بيرين والانسة الونان في المقدمة. الكل بيجري بسرعة. بس الاتنين دول بالاخص. بيقول واحد تاني دي مش اقصى سرعة عليا. انا متأكد انهم هيجروا بالمعدل ده لساعات. دول عندهم اتنشر سنة بس. ومع ده مستوى وصل للحد ده خاف من اللي هيحصل في المستقبل. وبيتكملوا على رون. مش قادر يلحق بيهم. متحركش من مكانه لغاية دلوقتي. فبيقول التاني يعمد عيان. من الموزي انك شايفه بيجري. هو شكله تعبان. هيبشل قريب. فبيمنعه من الالف وبيبتسم. وبيقول دي حاجة مسيرا لاهتمام. ما شفت الشخص زيه قبل كده. انا حسبت ان الناس اللي معرفتش اقدر موهبتهم هما الاقوى في القارة. ما دلتش ابوص في اعماق قوتهم. بس نقدر اتوقع مستقبل معظم الاطفال. بس رون مش شايف اي حاجة عنه. ده بيعني ان اقوى مني. فعلشان كده وخارج نطاقي. وصير فعلا للاهتمام. فبيقول واحد بس ده كان مبهر في البداية. بس دلوقتي هو بقى اخر واحد. فبيرد عليه التاني بان مش ده بس اللي هيفش. بصوا كده على وشه. مش هيسمت حتى لدقائق. فبيقول رون مستحيل. احنا بنجري. بس مفروض ده يكون تدريب. فبيقول روح لفلاش باك. ورون بتجري وراز زقاب. وبيقول في حيات اللي فاتت انت عودت على الجاري. حتى الاوانفاس قربت تقطع. من الوحوش الضرة. وما فيش حاجة غير الجاري. فبيقول في الاخر الطريق دي سهلة جدا. بنلاقي لسه رون مكمل جاري. فبيتفاجئ منه وبيقول ازاي لسه مكمل جاري. ده اتخطى قدرته على التحمل من فترة طويلة. ده اتجاوز معنا الصلابة والتحمل. بمراحل. بس من المفترض انه ما يكونش قادر يتحرك كده. دي حاجة مش موجودة غير في متدرب واجه الموت كزا مرة. ازاي عنده كل المقدار ده. رون انت مسير للاهتمام. لو قرارها تاني هيكسب. المهم يعني رون بيوصل لبرين. فبيتفاجئ منه. وبيقول ازاي يجري كده. رو متأكد ان اسمقت انه حالته الصحية وحشة. وفقا لكلام الاشياءات في ان ابن سيلبيا معرض للموت. في اي لحزة. فبيقول اتخلى عن رغبته كمحارب. وكمان حالته بيت اسوأ من اخر مرة قابلته فيها. بس ازاي كلهم مزعجين. اوريهم هعمل ايه? وبستخدم تكنية تتحكم في الهالة. ده فرق المعارات بالنشاسة اللي ده رغى تخليهم يستسلموا. وبتلاقيه بقى في المقدمة. وبيتفاجئ من اللي حصل. فبيقول لهم ده مجرد طفل. على الرغم امتصرفاته النبيلة مش من المفترض اللي يكون فيه منه ونفسه. ده معرقة بتخصين الواحدي. ما عنديش اي سابة خلينا اتأثر او افشل. وبالله طلاب بيقود انفسهم. فبيقول واحد هو ازاي يادر يكمل جري. فبيقول واحد انا سمعت انهم بيقول عنه انه صبور. او مش حاسس بالتعب ابدا. وبالله رون قاعد بتخنق مع نفسه. بقول انا حاسس ان البرودة مالية جسمي. سبحانه. المفروض سخونة. انا حاسس ان قلبي وراتي على وشق التحطم. بس اقدر بطريقة غريبة ان نكمل. بفضل حلقة النار. الكويس هنا ايه هو توسع حلقة النار. اعتقد اني لازم نكمل. علشان تبقى فعالة. لو كملت كده. فبيقول له شبه. ايه شفقة دي? انت جسمك مستحوذ عليه من ملك الارواح. بس ده بيدل على حالتك التعيسة. اديني جسمك. اديني ملك الارواح. زيادة على كده. هتقدر تتفوق على صاحب الشعر الازرق. فبيقول اه لازم استحمل شوية. عوثي بتتخلى عني بسبب اللعنة. اه لازم ان اتصرف كاني ما حصلش حاجة. فبيقول رون انا هوقف محاولات الفشلة. ومش هستسلم. ومش هينجح اي حاجة معي. بيرد عليه شبه وبيقول له مش بتحاول انك تدحكني من المستحيل عادة ان تأثير ده عليك. مفيش بشر يقدر يستحمل لعنة ملك الارواح. خليل انشوف هتستحمل لغاية امتى. وبيمسك رون قلبه. وبيقول اه لازم استحمل. لو اظهرت ضعفي من هنا. في هيكوني مباشرة. فبيقول له الشبح انت واخد عنين. ليه اللعنة مش بتأثر عليك. فبيقول رون ده مؤلم جدا. حاسس اني هموت. مش قادرة تحكم في جسمي اكتر من كده. بقيت رؤيتي ضلالية. مش قادرة تنفس. هي دي حدودي. فبيلحاول الف بقول خلاص واقفه. فبيقول له بيرين ده انت مخك تخين. طبعا عشان رون محترم مش بيرد عليه. فبقول له كنت هموت. الحادي مسهلة زي ما كنت فاكر. فبقول له الشبح ده انت وحش ازاي ديرت. فبيرد عليه رون باني قلت لك ان ده ملهوش لازمة. وعمرك ما تنجح. رغم اللي حصل بس ساعد في توسيع الحلقة. اضافا بان قوات الكسادية طولت. لو فضلت الضرب على المعدل ده. هقدر بكل تأكيد منه. فبينصدم الشبح ورون من اللي بيحصل. بتقول انك نفست الشروط. حلقة كوسوة بتتجاوز قدرة التحمل. اتحسنت احصائياتك. وهالتك ازدادت. واش يتحمل واشي قوة واشي مرونة. فبقول له الشبح و اي اللي بيحصل. ازاي خدت كل الزيادات دي. من هزيمة مالك الارواح. والشبح مكمل سياح. المهم بيوقف الالف الخنزير ده. بتعرف ليه كمان شوية عليه خنزير. انكم جامدين والامتحان خلص. والكلام اللي قلتوا في الاول بخصوص الجاري. دي كانت كتبة. وبيقضوا يسيحوا انهم كانوا بيموت على نفسهم علشان يجروا. فبقول حالته وبيقول بس وضلتوا في مستواكه. اكيد هيحصل استماعات. انا قلت لكم بكل وضوح انكم تجروا بسرعة. لكن مفيش حد من المية وستين عمل كده. الجاري باقصى سرعة لغاية الاخر باستثناء شخص واحد. كمان في واحد منكم بتجرأ انه يستخدم المانة. بصراحة مش بيهمين اللي بتعملوه. لانكم انتم اللي بتبتحنوا مش انا. رغم اللي حصل مش هتفشنوا في الاختبرات. لو مشيتوا زي ما انا بقول رون طبعا متوتر. فبيكم الكلام انه مش هيتضربوا من دلوقتي. لو قدرتوا انكم بتتخطوا الامتحان بعد ست شهور. او انا بخطط لك الاختيار احسن وتدرب. لكن مش هقايا باللعب بالكلام. تمام دلوقتي تقدروا تروحوا الاحسن البيوت جودة والمجهزة خصيصا لكم. وفيه هناك مكان للتدريب. هتلوه على يديكم الشمال انصحكم به. فبنروح للغابة. فبينلاقي الالف ماشي في الغابة. هو اكيد جيلين. فبيقول الالف انا دي. عندي ضيف اسمه الغابة الحجرية. عايز ينام يعني. في بولجينيل الحوار ده كان عامل ازاي. فبيرد عليه. لانه مش لازم ان يسألني. لانه شاف اللي حصل بما انك جيت كل المسافة دي علشان تحضر. تعارب بانك وايز بالحكم على الناس. زي ما كان متوقع رونان وبورين. هم الافضل في المارات. كما بقية الاطفال. عندهم كوة كافية علشان يبقوا اساس الحكم المستقبلي. لكن على رغم من ده. انا ما قدرتش احس باي حاجة من رون. انا حتى مش فهم قدرته على انه يكمل. مع انه وصل لحدوده. دي اول مرة ما عرفش اشوف اي حاجة. بعدك طبعا يا سادي. كل يوم بقى مومين لمن خمول توقتي. بس انا حاسس ان في حاجة جبارة. بقول له جيليل افتكر انك اخترت ملصب مراقبين المتدربين. وبيسيبه ويمشي. هو ماشي بيقول له افتكر انك تركز كويس في شغلك. من غير اي تشتت. فبيرد عليه الالف بقول له طبعا. زي ما كني حاسس اني هسيب مستقبل الواحد من المتدربين. فبيبقى جيليل لسه مصر ان دي صدفة. ويكون من الصعب انه يبقى محارب. فبيضحك الالف وبيقول انت عارف ان ده مش صدفة. وبننتقل لعم رون. هو بيكلم الشبح. وبيقول دلوقتي بيبقى ان التدريب الدوري انتهى. كان لينا يتوجه لارض التدريب. فبيتري عليه الشبح. وشكل الاتنين اللي ورا رون مش نوين على خير. وبيقول له ان ده مش منطقي. فبيقول واحد من المستحيل انه يستحمل كل ده. الا لو كان عامل خدعة. فبيقول له التاني انت عندك سمعت انه كان مريض. والروح لابو شعلة برطاني. وده بيبقى من الناس بالفرع. واسمه قراين. فبيقول له يا عمد اكيد بسبب الاكسير. سمقت الاشاعات بتقول. ادى له واحد. فبيتفجوا لما يارفوا ان ده اشاعات. فبيقول واحد منه منت قصدك انه جارك كده بسبب الاكسير. وبيحاول يتظاهر بانه مهوب جدا بالجارة. لغاية الاخر. علشان كده كنت بفقرة وعملها ازاي. احنا لازم ندي للوقت ده درس جديد. وبالله رون اتحدف وتخبط في الشغرة. وبنكمل من ساعة موقفنا. ساعة ملوات اللي من العين الفرعية. وصحابه قرروا يضربوا رون. وبالله رون اتحدف من ناحية الشغرة. انت بتعمله كده ليه? انت بجد مش عارف ان انت النسب المباشر اتخلى عنك. ودلوقتي بتتباهها قدامنا بسبب الاكسير اللي انت بتاخده. وانت كنت بتقدر تجي من غيره. انت بتجرق تامل الحيلة القذرة دي قدامي النسب الفرعية. لان انا مش قادرين نجيب حقه. زي ما توقعت. اللي على تفضل على حاجة سخيفة جدا. ما تخافش احنا جنبك هنا. علشان نتكلم معك. ما تقلاش. ده بيحصل كتير. التسمية الموشف قال لي. قال دردشه مع بعض. وبيحجم على رون. فبقول له الشبح. وانت تتراجع بعد المعاملة دي. حتى لو كانت حاجة سفهة زي دي. فبيديلو رون بوكس في لحظة دهشة من الكل. بيخليه يفقد الزاكرة والحياة. انا عايز ادردش برضو معاكو. بس الدردشة بالايد. فبيضرب الودي الهوى. ورون جنبية. او بيقعد يسكعله. انت بتعمل ايه. مش هتخسر قدامي. وبيلاقي رون قدامه. بيديله واحدة. بقول له دعيلي. وهتك يا دعك. انا عايز بس اسألكو سؤال. هو ده كان بورين اللي امركم كده. لا احنا مش تابع بورين. ما اعرفش حاجة اصلا. غريبة. ما توقعتش مع انه بيكرهني جدا. بس تلعي مش معافل للدرغات دي. انت مش هتروح تقول لي زميلك على الدردشة اللي كانت ما بيننا. صح؟ لا لا مش اقول لحد. فبيجيبه رون من شعره. فبقول له بنبرل التهديد. بان احسن له ما يقولش لحد. علشان ما ياخدش جالسة تاني. ويتجدلمني احسن لك. خلاص وربنا ما يدوس لك على طرف تاني. خلاص يلا غور من قدامي. وبيبقى الالف واقف وشايف كل اللي بيحصل. المشهد ده جميل. لكن شايف السيد وهو صغير. مش بيجدب. عنده موهبة للفنوية الكتالية. موهبة زي مدفنة مع الموهب العظمة. انا بتطلع عليك يا رون. وبيبقى الغضب راضي على عملية الدردشة اللي حصلت. وبيزوده نقطة للشرافة. فبيتعصى بالشبح. وبيفرع من الغز. لان رون بياخد نقاط على اي حاجة. وكل حاجة بيعملها. فبيقول له مش انت اللي عامله. يا غبي انا مقربتش النظام ده على حد قبل كده. ده بسقب ان سرقته من ملك الجواهر. ايه ده بجد وبيقضي غزرون الشبح طول الليل. طب انا عايز كده اقتراع عليك. ما تراهم ملك الجواهر لو كسبت هديك نقاط. ولو خسرت هتاخد عشر نقاط مشاعر في الغضب. فبيتجي له شروط الرهان بانه لو كسب هتزيد الاحسائيات اتنين. وياخد سمعة شوية. ولو خسر هياخد عقاب من الغضب. اه انت اصدق على امتحان المتدربين اللي ريمين اتكلم عنه. ايوه هو ده. قال انه هيكون في مركز اول. والنتائج هتكون واضحة. خلينا في السماء دي. ايه ايه السماء دي. دي زي المهارة. هتاخدها من ملك الجواهر. طبعا مستوى هينزل. علشان انت لهم شخص وضيع حقير زليل زيك. طب يعني ايه نقاط المشاعر دي. بس يا سيدي النقاط دي هتاخدها من ملك الجواهر. تلخص لكلامه ده. للي مش فاهم. نقاط الغضب دي هتخلي الشبح يسيطر عليه بسهولة. على ما ظنه مش بيكذب. لانه جواب على كلها سئلت بصدق. والجواهر كانت كويسة جدا. مقارنتها بالفشل. ممكن تكون التفاحة دي مسمومة. بس لازم انا اقولها. انا عارف انه من الصعب ان ناخد المركز الاول. بس انا شخص ما يعرفش المستحيل. قال صانا انا موافق. الغضب قبل الرهان. انا لو استخدمت خبرات حياتي. مش هخسر ابدا. وبيطلع الصبح. بس صبح العذاب. وبيبقى التلاميذ منحكين جدا من الجحيم اللي شافوه. انا هخليكو تعملوا سكواد لغاية ما اقولكو. طب انا هنام سيكا. طبعا الحاجة دي مش اكباري. لانه انتو مش بتتمرنوا من الاختبار. مش انا. فبيوضوا يسيحوا بالنمزاقو. فبيهديهم برين. دول ماشيو. هيروح يتضربوا على فن السيف. مش هتروح معهم. لا انا محتاج ده حاليا. لانه تضرب على السيف ومعاراتنا خارة. فده هيضيع الوقت. اللي انا محتاجه هو القوة والتحمل. انا قوتي كزادية اسوأ من التانية. بسبب الحالة البردة. فالنمو والتدريب والاساسيات هو اهم حاجة. فانا محتاج اكتر من اي حاجة تانية هو تقوية جسمي. وهو ده رون. وبيكون في حد بتنصت عليه. وبتكون رونية عالتها تابعة لعيلة زيجارد. ده بيتطور بسرعة. اوزانه عالية عن مبارح. انا فعلة سمعت انه مريض. بس الاوزان اللي بيرفعه يوم بعد يوم. من الواضح انه بيتضرب بجد زي كده. والملخص يعني بيروح يأكل الحديد. يعني من واضح ان لو اتضربت بجد اوزاني هتزيد. بس القدرات على شيء الاوزان بتكون اكتر يوم بعد يوم. دي حاجة مش منطقية. هي ممكن تزيد كل اسبوع عشرة كيلو. اصل الرون ده فاجر. هيتصف في الاخر. وهيقع الجنب امه في البيت. هو ازاي مريض يعمل كده. رون زيجارد. في حاجة غريبة. عايزة اي يا رونان. انت ليه هنا. فبيقضوا متنحين لبعض. ولسه بكملها حسد في الولا. كفاية وربنا. كمان خمس دقيقة هيمشي على ايديه. وبتروح في الاخر وبتقعه جنبه. وبتلعب جنبيه. لدرجة انها بتمشي وراه. وبتتمرن زيه. وشكل البيت توقيت من اول الكسة. بتبقى حاسة بشعور غريب. بيخليها اخاف. بفضل ده. بيتبرفع اوزان اكتر من الاول. هو انت عاوزة تقولي حاجة. لأ انجلع من هنا. رون هافضل اتجسس عليك. وراك لغاية معرفة السر. فبيقضوا بيرين واصحابه مستغربين من اللي بيحصل. ازاي رونال مع الودة ده? دي حاجة مش كويسة. الماشي مع واحد اضطرد من نسل مباشر. رون ما عندوش قوة. بس بيتضرب دايما. تمليم بسيط. بس ما ما حاول. احنا في مستوى تاني بعيد عنه. مش عارف الاختبار هيبع علي. على الاقل لازم احضر النهاردة. ده يكون افضل لو فضلت اتمرم بالصيف. واطور من فنوني. يلا نمشي. مفيش فايدة. هناخد على التركيز واحد كاحيان زيه. النتيجة يوم الاختبار هي اللي هتكون كل حاجة. وبيروح واحد وبيقول له بصيغة الاحترام. ممكن اتمرم معك. عايز اتعلم ازاي بتتضرب بطريقة صحيحة. وده بيبقى اسمه دوريان. داعم خارجي زي عيلة رونان. لأ معنديش مانع. فبيشكره. وبيطلع له حاجة من الشنطة. وبيطلع باسكوتة. كعيشه ملح يعني. لا شكرا انا مش جعان. وبيحس رون بتوتر. لان رونان شكلها عايزة الباسكوتة. وفي الاخر بيتدلى. ايه الناس الغريبة دي اللي عايشة معها. وبيساعده دوريان. والايام بتعدي. والتلاتة بيتمرنوا مع بعض. وفي خلال الوقت ده. بيكون بيرين لسه بتضرب على السيف. عدت ست شهور من ساعة ما التدريب بدأ. كل يوم بيعدي عليها. بيكون في عياتي على المحك. ببقتش بشوف الناس اللي كانت بتغفل عليها الطريق. فاول تدريب. بزفير الهوائي اللي جاي طوال الطريق. من قصبات الهوائية. بعد كده بركز على رجلي. كان في اتنين بس قدامي. وبعد كامي يوم. بيكون جيه وقت الاختبار. وبتيجي عائلة المتدربين يشوفوا عيالهم. وبتيجي امرون واخوها. فبيفكروا الشبح بالرهان. في الاخر انت مدتش تتجاوز اللي اتنين دون. فكون جاهز علشان تاخد غضب ملك الجوار. يا عم غور. الاختبار هيبدأ. هتبع حاجة تانية. محدش عارف اللي ممكن يحصل. هو دوريان بيعمل ايه. فبيقول لا انا تمام. متوتر بس. انا ضعيف مش هادر. وبيبقى عنده كمية طاقة ايجابية هيلة. فبيعزم عليه رونان فبيقول له لأ. فبيلاحز ان بيرين بيبصلهم. هو انا ليه محاط بالناس دي. وبتلاحزوا امرون. وهيلم بيودعه. وبيعززه. وبقى عنده كمان صحاب. دي حاجة طبيعية بسبب شخصيته. لانه هو صغير. ما اشتكاش ولو لمرة واحدة. كسب صحاب انا فخورة بيه. فبيدخل سيد العيلة. فبيتصدم الناس بانه جاه. اول مرة يجي يحضر الاختبار. حتى الالف استغرب. انت اللي جابك. لا انا جيت لان دول هما مستبل العيلة. واضح من تعبيرك انه مش عايزين ياجي. لا يا عم انا ورحب بيك في اي وقت. بما ان رئيس العيلة هنا. فما فيش وقت للتضييع. رسميا هيبدأ اختبار المتدربين دلوقتي. ودلوقتي هيتم الكشفة عن معيار الاختبار. انت فاضلين ليه? وبيفعل هالته. وبتبقى هالته جديدة. وبتعمل زخم غير طبيعي. فبيتفاجئ المتدربين من اللي بيحصل. اختبارك هو انكم هتخترقوا ضغطي. وبيزود ضغط هالته اكتر في اكتر. وبيقول لهم حياة المحارب عبارة عن مصاعب وتغوطات. والاختبار ده يحدد عظم قضيتك عن التحمل. فبيقول لواحد من الجهور بانه بيعترض بسبب انهم لسه متعلمين. ازاي ضغط. حتى فيها ايال لسه متعلموش استخدام الهالة. وانت عايز تعمل اختبار تحمل ده مش عادل. فبيقول لواحد تاني. بان العيال قاله بانك ما بتضربهمش. وبطوع التنان في الحصص. وبيقول لهم بان الضغط ده مش بيمسل الهالة. وازا كانت قوية او ضعيفة. بل بيمسل اردتك وقوة روحك. على انك تتجاوز المصاعب. وده يحدد قادر المحارب من غير استخدام الحالة. انت بتقول ايه? فبيطوع واحد وبيقول له صح. وبيطلع رئيس العيلة وبيكمل كلامه. بان الواحد بيقدر يستحمل الضغط. بنقل على معاناته في حياته. حتى لو ما عندوش هالة. فهو يقدر يطلع عنان كوته باستخدام صوبتي التدريب. فبيقول هو ده كان متوقع من سيد العيلة. ودلوقتي مفيش اي مشكلة. يلا نبدأ الاختوار. اتقدمي يا رونان. والباقي يا تراجع. ودلوقتي يا رونان انت هزمة تستعمل الضغط اللي اطلعه. هيكون مناسب ليكي. لو انت كنت بتضرابي باقصى حاجة عندك. لو لمستيني هتنجح. يلا نبدأ. وبيفعل هالته. فبيتحاول رونان تستخدم هالتها. فبيقول هاتفشالي لو استخدمت هالتك. ما تنسوش تدعمونا بلايك. وانتنساش تشترك في القناة. ارادتك اللي انت طورتها خلال التدريب. فبيتحاول تتقدم وبتقرب منه لغاية ما بتنجح. فبيبارك على النجاح. انا شايفت فانيكي في التدريبات. اتمنى اتواجبي على المنوان ده. فبينادي على دوريان. اشمع نانا. انا بختار بمزاجي. يلا اتحرك. انت شفت رونان عميت ايه من شوية. صح استغل قوة ارادتك في تحمل الضغط اللي اطلعه. واحاول لمزي. هو ده ممكن. انت عارف ان مشهور بضعف ارادتي. لو ما قدرتش هتفشل. مش حواري يعني. فبيطلع هالته. فبينبطح دوريان. فبيقول رون مقدار الضغط اللي طلعه مختلف على اللي فات. هو بيطلع قوة ضغطة مناسبة لمستوى الطفل العقلي. وتدريباته. ازا كان بيراكب الاعيان كلهم كويس. فبيسحف دوريان لغاية رجله. شفت ما كانتش صعبة ازاي. انا شايف انك عندك انعدام في السكة في نفسك. انت لازم انطوف شامق بعد كده. كفاية موعز. اللي بعده. فبيجي الدور على بيرين. فبيطلع هالته. فبيبقى بيرين مش قادر. الحوار صعب. يا رونان عملت كده ازاي. وازاي ادرت تستحمل ده كله. مش قادر يتقدم. فبقول له انت موهبتك عالية. لكن انت ضعيف بالمقارنة مع زمالك. انت وزمالك اللي مش وراك. بصوا اخرتكو ازاي. ضيعت وقتوكو. ايه لازم تسييف ضيع هدفو. كنت لازم انت تضربه على اجسامكو. بدل التفاخر بصيفكو. دايما بترجع للهالة. لما بتشتد عليك الظروف. لو لاجهت لها دلوقتي هتفشل. فبيقول بيرين انا مش هفشل هنا. مش قادر انسى ايه اللي حصل لابويه. لما رفض يدخل لقويه الكيمير للاختبار. مش قادر انسى عينه البردة والقاسية. لو ما قادرش يستحمل ده. هيتخلصوا مني. فبينطوا بيمسك رجله. انت لسه طفل صغير. ما تصرفش زي البلاغين. وتضرب زي الاطفال اللي في عمرك. لو بصيت له قدام. وبص مش هترف تبص تحت رجليك. واخيرا رون انت مستعد طبعا. يلا نبدأ. وبطلع كمية هالة عالية. بتوصل للجمهور. فبيخافوا عليه. فبيتفاجئ رئيس العيلة. لما بيسمع رون بيقوله هو الضغط ده تعمل كده ليه. هو ده الاختبار. من اللي كان عارف ان موهبتك اتخطط رونانو بيرن. لكن حاولت تتحمل ده. فبيتزود ضغط هالته. فبيقول للروي. بان مستوى الروح مش بيحدد الجسم. بل جزور الروح. وحاليا المستوى مش بيقصع على رون بس. بل حط عليه كمان مستوى المختل اللي كنت عليه. فبيتقدم رون. فبيتفاجئ الالف من اللي حصل. وازاي قدر يستحمل الضغط ده. وبيكون رون قرى بيلمزه. فبيقوله انت بتكون ازاي مستحمل ده. فبيقوله انت ازاي بيستحمل ده. دي حاجة مستحيلة. وبينجح رون في لحظة دهشة من الناس كلها. والاختبار كده خلص. فبيقعد المتدربين التانية مدهشين من اللي حصل. وبيفضل الجوة هادي. ازاي ده حصل. ده ما عندوش هالة حتى. انت مين بالظب؟ فبيقوله. انا رون. اشرفت على تدريب المد الست شهور. لا انا بسألك. لانك تفوقت على تقدر تحصل عليه في ست شهور. انا ضغطي بيتفوق عليك بكتير. ازاي قدرت تعمل ده. انا كنت مستأذى ابيك. ما كنتش متوقع ان ده يحصل. فبيشكره رون. وفي الاخر بيستوع بانه حصل. اه شكل انت بايت شاتت. بسبب ان رون اخر ممتحن في الامتحان خلص. وبعلن عن المتدرب الاعلى. المتدرب الاعلى من ارض التدريب الخامسة هو رون زيجارد. فبتفرح سيلفيا واهلين. وبيعياته من قطر الفرح. فبيبقوا الجبهور مش مسدين ايه اللي حصل. لكن في الاخر بيتقبلوا اللي حصل. بسبب انهم مندهشين من نطخطة بيرين. فمش بيتقبل بيرين اللي حصل. وبقوله انا مش بتقبل ده. وبانه كذاب. طب انا كدبت في ايه. رون اقل لي مني في التحمل والقوة والموهبة. انا مش متقبل شخص زيه. هو المتدرب الاعلى. واضح انه استخدم خدعة. فبيبقوا الجبهور متفقين معاه. ازاي هو المتدرب الاعلى. مع انه مصاب بلعنة السقية. سمعت انه معندوش هالة حتى. هو رايش المدرب. بالتفكير في الشاعات اللي تقلت عن المدرب. فده ممكن. احنا محاربين من عيلة زيجارد. بل الاختبار ده. ايه رأيك نطقاتا. فبيقوله الالف انت عايز المركز ده وكده ليه يا برون. فبيقول لا انا مش قصدي. للأسف الاختبار خلص. ايه رأيك يا رئيس العيلة. فبيقول رون زيجارد. بان التانيين مشككين في قبول نتيجتك. انت عندك رغبة في قتال برين. فبيقوله لا انا ما عنديش. في لحظة دهشة من اللي حواليه. الاختبار خلص. والنتيجة واضحة. مفيش اي سبب قتله. انا مش هكسب حاجة من الحوار ده. انت كنت طوال الوقت عمالت تتكلم عن ناس لمباشر. والشرف يا بورين. بس ما توقعش انك تخسر بدناءة كده. فبيقعد بورين يشكف رون. فبيقول جينين. خلاص قاتل على اسمه متدرب الاعلى. ولو كسبت قديك اللوح البرونزي. فبيتفاجئ رون لما يسمع اللوح البرونزي. وبيقول ان اللوح الدهبي والفودي والبرونزي. بيتخده على مدى انجازاتك. جوه العيلة. الجواز اللي بتاخدها بتختاف مدينة على مساهمة بتاعتك. قدت لو كان برونزي. لا برضو. لوح بيمنعه رئيس العيلة. لازم ان اقدر اخد منه اي حاجة كويس بقى انه برضو مش مبسوط. باني خدت اللوح. يلا نبدأ. فبيقولي الالف بقى انه هيتم اختار المتدرب الاعلى. بشكل حازم اكتر. هتكون مباراة بجوة واحدة. هيتم اكساك لو استخدمت الهالة او سلاح. تقدر تستخدم جسمك بس. تمام يلا نبدأ. فبيهجي مبورين على رون. لكن رون بيتفدأه. فبيضربه برجله. لكن رون صداه. فبيهجي مبورين على رون. بضربة قبضة الفراغ. هتتكلمش عن القبضات. في القوانين. فده كده مش بيعت بالغش. لكن رون كان لها بالمرصاد. ايه ده. هو ده اللي كان متوقع من بورين. رون ده مش عارف يعمل حاجة. فبيكون بورين مدهق من رون. لانه عمال يصد كل ضرباته. وبيقول انت واحد من الناس بالفرع. ازاي تختخ فركز المتدرب الاعلى مني. وبينلاه اخو بورين مسجون. وابوه سايب وماشي. وبيقوله ما تهتمش بيه يا بورين. احنا مش محتاجين الضفاق في الاتنا. ما تخيبش توقعاتي فيك يا بورين. او يا بيشوفني من بعيد. لازم نسبة نفسي. فما ينفع رون يتفادى هجماته. فبيقوله انه قادر يشوف. قبضته وتطفقه. هجماته كلها واضحة بالنسبة لي. فبيهجم بورين على رون. فبيقوله انت استسلمت يا رون. ازاي هخلص عليك بالضربة دي. فبيستعد رون هو التاني. علشان يضربه. انا ما استسلمتش لسه. وبيهجم عليه هو التاني. فبتتصدم قبضتهم. لكن رون هو اللي بيكون متفوق. فبيندهش بورين من ان رون اتفوق عليه. فبيهجم عليه رون. من قوتها بتسيب بورين قبل حتى ما يلمزه. وبيهجموا على بورين من قوة الضربة. فبيتفاجئ كل من اللي حصل. فبيقول مش دي قبضة فراغ النمر. ازاي عملها. فبيقول له بورين. انت ازاي اتقنت قبضة فراغ النمر. فبيقول له انت اللي وردتها لي. انا قلت تقنية القبضة بتاعتك. فبيفضله الناس مش مستوابين ايه اللي بيحصل. فبيقوله هو حد نقل المهرة دي ليه. ازاي عملها. دي حاجة مستحيلة. فبيوعد الالف يبص على بورين. هو لسه واقع قدام رون. وبيقول له الودة حاجة. ازاي قدر يصد ضربة الفرا� الولابية. بقبضة ذات اتجاه معكوس. التنبؤ بطيار حركات قسمك القتالية. كيف يخليك نابغة. بس هو قدر يصب الطيار ده لصالحه. الموهبة البرزة دي هتنور في كل مكان. هي دي الموهبة اللي كنت بادور عليها. زي جارد موهبة فوقها. اعتقد اللي ما برزة خلست. والنتيجة واضحة. زي ما الكل شاف. اللي امتحان خلص. فبيفوز رون زي جارد. فبتجري هيلين وسيلبي على رون. وبيعودوا يحضنوه. هو كل اللي همه النجعان. وبتبقى عائ رونان فرحانة. فبيبص بورين على ابوه. فبيسيبه ويمشي. وهو شكله مش نويله على خير. فبالروح لبيت بورين. في مكتب ابوه. بورين هو انت مش فاكر انه قلت لك ايه? فبيرد عليه بانه قاله بانه يكون افضل متدرب. وانه ما يخسرش قدام اي حد. صح انا ما طلبتش كتير. قلت لك بانك تزم الاواغات دون بالبيت سولاريون. وانك تدوس على رون. علشان تكون افضل شخص. سيبك من الاواغات دون. انت تهزمت من حسلة المجتمع. است عاوز تحرجني قدام الناس. ولا انت بتطمح بانك تكون زي بيت اخوتك. فبقول له لا خالص. انت ضيعت يا معلم فرصتك الاولى. هيتم اختيار افضل طالب بعد توزيع الاعلامات. باحتفال التخرج للمتدربين. اتأكد من استرجاع مكانتك. تقدر تمشي. لو انت عايز تعيش تحت سافز الجارد. فما تفشلش تاني. دي فرصتك الاخيرة. كل ده بسبب الوغد اللي عيني لحسلة رون. هو سبب كل اللي حصل. ازاي ده حصل. انا اجتهدت علشان اتجنب الخسارة. فبيطلع يجري وهو بيعيط. وفي الاخر بيوصل له قدام بيت. اه انا قدت بمشي من غير هدف. فبيدخل ومش بيلاقي حد. بسبب ان الاختبار خلص. وبيروح يشيل الدمبل. وبيبص بيلاقي خزينات اليدون بتاعتهم متدربين. وهينه بتيجي على رون. فبيروح يفتحها علشان يبص بصة. فبيتفاجل لما بيشوف كمية كوتشيات رهيبة. دول ممكن يوصل له العشرة. هو لبس كل ده في ست شهور. فبيبص وراه. وبيتخيل رون هو بالضرب. اه هو دايما كان بيعدي الضرب. بينما انا تجهلت الاساسيات. علشان السيف جزى بانتباهي. ما بين انا كنت مرتاح في قطي. كان رون بيبص جور زجارة الحقيقية. انا عملت العكس طوال الوقت. فبيرجع الكوتشيات وبيمشي. وهو حازم على التغير. فبيكون الشبح. قاعد مش بيصدق ايه اللي حصل. انا عيشت مئات السنين. بس ما بيلت الشخص زيك. انت بتكون مين. فبيقول له رون بس هو دي تخيل. ووقت كده كلم في نفسك. علشان مش هرد عليك. هو ايه القدرة دي. وبيبقى رون اخذ ادراك زارة التلج. انت خدت سيمة مش لايقى بشخص وضيع زيك. دي قدرة بترفع من مستوى احساسك. وبنجمع اهضح حاليا. فبترفع من نطاقك بنسبة 10%. باحساس ملك الجوهر. بقدر احس بشوري الحاجات اللي بعيدة عني. بعشر مرات. لكن يا ليه تسمت بادراك زارة التلج. علشان اسمها جامد وعجبني. مما ما فكرت لسه اسمها وحش. مش عايز اسمع الهراء ده منك تاني. فبيقول شخص لرون بان رئيس الايلا استدعاه. فبيقول سيلف او رون عمل حاجة غلط. فبيرد عليها بانها ما تقلقش. رئيس الايلا عايز يدي له اللوح البرونزي. فبيروح رون وبيجي رئيس الايلا. فبيقول له على رغم ان مش عجبني الموضوع ده. بس انا باوفي بعودي. فبيروح له الخادم. وبيمنحه اللوح البرونزي. وبيقول في المستبل. لما توز ترجع اللوح. هتاخد عنصر او خدمة مكافأة للوح. طيب انا ليه طلب. بتمنع حاليا. سيلفيا زيكارد. عايزة ترجع لمركزها السابق. فبيعم الصمت المكان. فبيقول له انت اصدق ايه? مركزها اللي هو غزة من الناس بالمباشر. اه صح. انا حاسس بانه بيحن للماضي. هيكون ده ممكن لما تحقق انجاز. تعترف بيه كل العائلات. لكن ده مش هيكون سهك. ان يتم الاعتراف بيك. ده حاجة زي النزاع نجمة مع السماء. حاجة تعتبر مستحيلة. بالخصوص لو كان ده حاجة من شاي زيك. لكن انت بتقول بان ده ممكن. خلاص عادي شكرا على ايجابيتك يا ساد العيلة. فبيسيب همرون وبيمشي. فبينادي رئيس العيلة. وقول له انت لسه ما ط طلبتش جايزتك. انت سألت سؤال. اقدر رد عليك من غير حتى اللوح. فبيكون رون مصدوم من جيلين عمل كده معاه. انطق يلا. في حاجة انا فكرت فيها قبل كده. حاجة محتاجة بشدة. فبقول له محتاج تقنية ساكل. فبقول له امتى تتضرب على ده. لما تبدأ في التعليم الاساسي. انا عايز تقنية ساكل الهالة. احسب بكتير من اللي بيعملوها. لو سمحت ادي تقنية ساكل. مكافأة لللوحة البرونزي. تقنية ساكل الزل. من حياتي السابقة. غ غير كافية. علشان هنكع مركز سيلفيا. وقت عرص ديروس. محتاج لهالة اقوى بكتير. اظن انت بتطلب تقنية ساكل لهالة. فبيتقطع بصوابه. فبتتفتح قدام رون بوابة. اشتركوا في القناة. عايزين نوصل ل5000 مشترك في اسرع وقت. جواها الاف الكتب. دي مكتبات زيجارد. لو رفعت ايدك للنص. هيظهر الكتاب اللي انت عاوزه بشدة. مفهوم. فبيرفع رون ايده. املا في تقنية افضل من تقنية الزل. فبيتحرك كتاب. وبير روح لرون. هو الكتاب الاديم المهلوك ده. فبيتصدم رئيس العيلة والخدم من اللي بيحصل. وبقول له انت ازاي قدرت تاخد الكتاب ده. تقنية ساكل العشرة الاف لهب. ايه النوع تقنية الساكل ده. فبيحرق ورها. فبيتلع نور قوي. وبيسحب رون. وبيسحب رون في نظر الدهشة من جلين من اللي حصل. وبقول له انت بتعتقد ان سيلفيا متجاهلة من كل عضاء العيلة. دي حاجة مش محتاجة عرفها. نمو العيلة هو الاولوية حالان. يلا روح شوف شغلك. سيلفيا بيت قري طيبة من راجل تاني. وثابت البيت. ما تبلغش عن حاجة زفعة زي دي تاني. يا قلبك اتجاحت. في الايام اللي كنت بفكر فيها في العيلة. وحطيت مشاعري على جنب. اكتسبت قوة عسكرية بتتفوق على الجدار الشيطاني. وقدرت اوقع العيلة لتكون عظيمة. واخسرت في المقابل. فبيجي له تقريب بين ابنك وبينتك اتعرضوا للهجوم. وبنكمل. من ساعة موقفنا. ساعة معلته اتخطفت. وبيقول. بان ان المهاجمين هم الشبح التوقم. اللي كانت بتحقق فيه من الانسة سيلفيا. لكن سيلفيا كويسة. بس الاتنين التانين ماتوا. هو ده التقرير بتاعهم. بسبب انه كان هجوم مفاجئ. كان من المستحيل انه يحصل. رئيس العيلة. مسير للشفقة. في الاخر رجعت مشاعري. لكن مفيش حاجة تقدر ترجع على الماضي. علشان كده يا رون حتى لو كرهتني. او سيلفيا كرهتني. المرة دي هحميكو. وبيلاقي رون رجع تاني. وعلى وشة اصار صدمة. هو اللي بيحصل لجسمي وعقلي. في حاجة مستمرة في التطفق. فبينادي جيلين. هو انت عملت كد ازاي. انا مش عارف انا عملتها ازاي. بس انا فاكر ان تقنية السقل اختفت من ايدي. واسم الكتاب. فبيقعد رون بصص على ايده. وبيقول له. تقنية سقل العشر الاف لهب. انت بتقول بانك قادر تفسكر كل محتوى الكتاب. ايوة. امم دي كفاية. هتتكافئ بلوح برونزي. تقدر تمشي خلاص زي ما انت عايز. فبيسيبه وبيمشي. فبيقول له الخادم. مش تقنية سقل السادي الشيتوي رون. مش هي دي. فبيقول له اه هي. تقنية رئيسة عيلة الزجار الاول. ولو حد فاكر هو ده نفس الشخص اللي ظهر لرون لما لمز السيف. هي برضه اول تقنية سقل نزلت. مفيش حد من تاريخ زي جاردة قدر يقراها. مش قادر اصدق انه تعلم تقنية سقل العشر تلاف لهب. مش ممكن السيد رون والسيدة سيلفيا يتعرضوا للخطر لو الخبر ده تصرب. لا ما تقلقش. عشان مفيش حد يعرف بخصوص تقنية سقل العشر تلاف لهب. طب هنعمل ايه بخصوص اختفاء كتاب السقل. هنقول بانه اتورس لواحد. ففي الاخر مفيش ح قدر استخدم تقنية السقل. فالولاة لكانت اتعفلت فوق الرف. انا عندي احساس رهيب. بان رياحة تهب بعصف مستقبلا. فبيكون رون برضو حاسس بغرابة. لان لوح ده ابي مش هيكفي عشان تقنية السقل دي. ايا مش بتخسر قدام حلقة النار الاسطورية. ايا الجديرة بتعلمها. فبيظهر رون قدام شعلة. فبيلمزها. فبيحاول يمسكها. لكن بيفشل. حاولت جامد. بس استجمع الهالة صعب جدا. مش هعرف اكيد اتعلم تقنية السقل دي من الم حول الاولى. فبوله الشبح. واضح انك مزنوق. خلي بالك من نقطعة في مشكلة. لو حد مسكك وانت بتسكل. هيكون من المؤسف لو بيت معاك. بعد ما خدت تقنية السقل كويسة زي دي. او بيخطط لايه. بس عنده حق. بيتم سقل تقنية العشر تلاف لهب. في طريق امتصاص المانة الطبيعية. علشان تجمع الهالة في مركز الطاقة. لو حد ازعجني خلال المهمة دي. فممكن دوائر المانة تتقطع. او مراكز الطاقة الخاصة بيا. وممكن اتشل. وكمان ممكن يكون اشد خطورة بسبب البرودة اللي جوه الدوائر. انت عندك حق. وعلشان كده ما نفعش انت التاني تدخل لانك عارف ايلا هيحصل. فبيعمل فيها الشبح عبد العبيد. وبقول له عندي فضولة اشوف ايلا هيحصل. لحزة ما تقوليش مرة واحدة بس والنبي. خلي الملك الجاري قطعك لمرة واحدة خلال سقلك. بس ديها تكون حاجة وحشة لك. هتسيطر على جسمك وتخليك عليه المشلول لا ما يهمنيش. مش هتقدر تتغلب عليها. علشان انت بشري في الاخر. وفي جميع الاحوال حتى لو تقطعت كل اطرافك حتى لو انفجر مركز تقطع. هادراش في كله. ولما تبقى معاك وتيقس وتتخلى عن كل حاجة. هتيجي فرصة ملك الجوهر. انت قلت مرة واحدة. اتوقع اشوف ازاي هتجبني المرة الجاية. فبيقول له ان اواصل بانك بيتمثل علي. بس جواك انت خايف. فبالطبع لازم انت خاف النهاردة. لان ملك الجوهر ممكن يسيطر عليك في اي وقت. الشخص ده عدو. شيطان خسيس بيحاول يستحوز على جسمي لما بيتجيله الفرصة. كمان هو تكسيد للس اعتقد انه استسلم اخيرا. لانه كان هادي. بس شكلي لازم ان اتوخي الحظر منه تاني. خلاص فوقك. افكر في الموضوع ده بعدين. عندي حاجة مهمة علشان اتعامل معها. انت استخلص منها. ايوة. علشان كل يوم بتعدي من المكان ده. فمستحيل تكون صدفة. عد فترة طويلة. فخلينا نرجع لمهمتنا الاساسية. فبنلاقي خادمة قاعدة ناحية البحر. وبتكتب على ورقة. وبطول انها كانت بترقبه. ولاحظت بانه بيقعد يتكلم مع نفسه كتير. بس النهاردة اتخذ اخبار مهمة. ودي عزيزي المشاهد الجاسوسة. اللي بعيتها ابو بورين. واسمها جوديل. ما توقعتش انه اياخد تقنية ساقل المتقدمة. وكمان لوح برونزي. وكمان تضفق المنا. هو بيسكو الكام. دي اكيد معلومات هامة للقصر المركزي. للفنون الكتالية. انا بعمل ده لانها هوامن. بس هو لسا مغارض طفل. هم هيخلوني الغاية تمت تجسس عليه ورقبه. فبتودي الرسالة. جي وقت الرجوع. فبينلاقي خنجر تحط على رقبتها. وبقول لها رون لو فتحت بوقك هخلص عليك. لو اتحركت برضو هتموتي. نزلي نظرك وبص للبحيرة. وبتبقى مش عارفة هو مين. لان رون ما قتلش نملة في حياته. فبتبص في البحر فبتلاقي رون. وبتتفاجئ لما ترف انه رون. فبقول لها انا حسيب بعينيك دايما بصلي من يومك الاول. ها عرفت تجيب اي اخبار مهمة لهم. فبتتفاجئ لما ترف بانه كان عارف من الاول كل حاجة. انا كنت فاكرة بانه مساي بأسر ورايا. هو كان بيمثل من الاول بانه مش ملا حاجة. طب ليه. فبأكلها حباية. وبيروح يشوف الرسالة اللي بعتتها. انا مش عارف اقرأ الخطاب ده. هي الورقة دي مشفرة. هي بتحتاج تفايلة او شفرة. علشان اقرأها. مية ارض نار. الرياح. ضوء الامر ضوء الشمس. اه يبقى ضوء الامر. هو انت عرفت ازاي. اريزي جارد كارون دينير. فاين بان ده كان امر من كارون. مستحيل تعبير وشي مش بيبينة حاجة. انا اضربت سنين على ابقى جاسوسة. فمستحيل يعرف كل ده من تعبير وشي. لح احزة القلم الخارج في جسمي. وحقيت بانه قادر يقرأ افكاري. من غير اي مشكلة. وهو خلاني اكل ايه. بطل كسل واعمل لايك. واشترك في القناة. وربنا ببلاش مش بفلوس. هي دي دودة الغضب. اللي كان رون واخدها في حياته السابقة. وبنروح لفلاش باك. وهو قرون بامرة. بانها تروح تتنصت على رون وسيلفيا. لو عرفت تعملي المهمة دي. همنحك الجائزة كبيرة. وبتقطع لفلاش باك. وبتسأل رون. هو اكلها دودة الغضب. اه عرفت هي بتكون ايه؟ دودة الغضب. انا متفاجئ بانك عرفتها. فبتوقع تتقلم. فبتشرح له بان صاحب الدودة يقدر يعرف افكاري اللي جوه الدودة. وبتعتبر من اسوأ اللعنات. لانها ممكن تموت في اي لحظة. من القلم الشديد. وردت فالق دي معناها انها مادت. يعني الرسالة دي لكارون زي جارد. وده معناها بان المهمة دي بدأت من سبع شهور. انت حققت بشكل تفصيلي. مش انا بس. لا ام هيلين كمان. والخدم التانية برضو. انا اعتقد بانها مهمة سألة. ان اخد معلومات من مغرى الطفل. وسيلفي اللي باعت معاقة. اعتقد بان مهمة سألة. اقدر اعملها بكل سهولة. بس طلع في وحش عايش هنا. انا هغير محتوى الرسالة. لحاجات بعيدة عن الحقيقة. فوقك. حتى لو غيرتها. كارون هيعرف في الاخر. وده كمان هيعرفه. بانك مش كف. من دلوقتي هتبقى جاسوسة سنائية. اعرف المعلومات اللي هو كان هيعرفها كده كده. وخبى الباقي. وجبيه لي معلومات مهمة عنه. فبتقوله زي ما انت عايز. لما ترجع المرة الج جاية. هكون مستنى معلومات مهمة. فبيقوله الشبح. انت متى استدعية دودة الغضب. يا عم انا مستحيل استخدم حاجة موارفة زي كده. انا اديتها سيم. هيجب له تلبك معه شديد شوية. ايه ده? انت قررت افكارها من غير الدودة. اه انا عندي شوية حاجات ما حدش يعرفها عني. ده انت شطان. حتى الشيطان خاف منك. هو بين كنت منغمس في تدريبي. جوة الرجوع لأرض التدريب. وبتوقت سيلفا زي كل مرة تعيط. في الوقت الحالي. مع اني بتضرب بجد. ما د تبتش افعل الهالة قبل يوم الرجوع. وبينلاقي شوية طلاب بيتكلمهم مع بعض. وبيقول رون بان اثنين واربعين شخص بس نجحوا. يعني الربع. هو ان اللي تبقى. ريمير انت قد تصارم جدا في النتيجة النهائية. فبينادي على حد. وبتطلع رونان. وبيقاضوا يبقى حلاقوا في بعض. للاحظات صامتة قاتلة. وبتفتكر رونان كلام ابوها. وهو بيسأل امها هو رون فعلا ساعب بنتنا في التدريب. وده بيبقى قبل ايام في بيت ايلة سولاريون. هو انت شق خرطيه بشكل كويس. فبيبقى عقل رونان في البسكوتة. ومش مركزة اصلا مع امها. فبتعيدي سؤال تاني. فبتقول لها لأ. طب ليه عملت كده. ابويا قال لي ما تدخليش في محادسة. مع اي ولاد خالص. فهمت يا ودي يا مؤمن. فبتقول لها رونان انه مش مهم. لما يكون الحوار في عبرة. فلازما ان تشكري لما تاخد مساعدة من اي حد دايما. تشكريهم بشكل كويس. ده من باب المجاملة. فهمتي ما تنسيش ده ابدا. فبتشكره. فبيقعد رون متن شوية. ما كنتش متوقع منها حاجة. حتى الشبح بيجي له ارور من اللي حصل. هي عملت كده ليه. وربنا لو عارف كنت قلت لك. فبيجي التالت بتاعهم. وبقول له انت كويس. انا لما كنت متدرب مؤقت. حسبت اني هموت. فبيقعد يرغي. بانه متوتر وخايف اكتر. وربنا يقويك يا رون. ويصبرك على الناس دي. كويس انك انت المتدرب الاعلى. لان لو كان بورين كانت هتحصل نصيبة. ولما بيلف بيلاقي بورين وراه. فبيسيبوا بورين وبيروح لرون. وبيعمل زي رونان. بس بيتأسف. لاني قبل اسبوع اعترف بالهزيمة. وبانه خلى روني ياخد فكرة وحشة عنه. بس بعد كل ده متستسلمش. مش مهم مقدار الجهد اللي انت عملته. انا هقف قدامك تاني. مش هتراجع ولا هستسلم ابدا. الاعتقاد بان الاطفال في 13 من عمره هيعترف بغلطه. اعتقل لانه من عين العظيمة. ده لسه معرفش مقامه. روح اضربه وفقه عينيه دلوقتي. فبيقول له ايه ده مدهش. اخرز بقى ما تصدعنيش. يا عم مين بيهتم مدهش ولا لا. بيدخل حد وبيعتذر عن التأخير. وبيطلع بنير وراحت عليه نومة. طب في الاول كده احب اهنيكو كلكو على النجاح. ودلوقتي انتم متدربين رسميين. والتدريب الرسمي يبدأ النهاردة. هيكون الروتين اللي انتم متعودين عليه. مع شوية برامج تدريب جديدة. اول برنامج وطريق سقل الهالة. فبتدخل واحدة. وبتشتكي بنير لان الباب مكانش عايز يفتح. فبيقعد دوريان يسيح كالعادة. فبيعرفهم بنير عنها. وانها هتتضرب معهم. واسمها هو مارث دي جارد. على الرغم من انها بين عكس ده. بس هي غلبانة. بس قابلي ده كله. هو مين هو المتدرب الاعلى. مش قادر استحمل اشوف حد اعلى مني في المنصب. انا عايز اتأكد. من الوقت اللي خدت منصب المدرب الاعلى. اخرج لنا تقاتل حالا. خلينا نتقاتل دلوقتي. ايه رايق. هي المية تلوسة ولا ايه. انا عمال قابل فعالة موسخة كتير كده ليه. فبيعرف البق فرون على انه المتدرب الاعلى. اه انت بقى افضل متدرب هنا. كويس. خلينا ما نتكلم كتير. ونبدأ القتال. فبقول لها بورين. انت ليه عاوزة تحريجي نفسك. فبتقول له. انا هقاتلك المرة الجاية. خلي بالك من كلامك. فبقول لها ان تم الاعتراف ببيرون من المدارب رئيس العينة نفسه. انت بتتجرق انك تخل في كلامهم. انا فاكرا انك عملت نفس الحاجة. اللي كنت هعملها. ما وعلشان كده بنصحك. بانك ما تعملش كده. مش عايز اشوف الحمقة دي بتتكرر قدامي تاني. بورين اتغير فعلا. فبتدخل كيم. وتقول لها بعيد من هنا. اه الم الفتعة دي. هي قوت الصداقة القمامية. تلامك ملوش لازمة عندي. بالاخر. بان هي دي الطريقة اللي بتحمي بها القمامة نفسها. لو فضلت مصر على القتال. هيبقى شكل وحش. فاتكل انا. بس تعرفوا حاجة. انا بقرأ الجبناء اللي بيستخب وراء التانيين. بالذات لو كانوا متكبرين. فبتحجم على رون لحظة دهجة من رونان وبورين. فبتفدها. فبتندهش مرسة من اللي حصل. وبستقبرة رون بقبضته. فبتصد ضربة رون وبتتحدي في البعيد. وبتبقى مرسة لسه في حالتها. لكن بتفقد سيطرتها. وبتطلع حالتها. انا اصحقك يا العين. واخليك مشلول. فبيروح بينير يمسك ايدها. وبقولها بانك تخطيتي حدودك. حتى لو سمحت لك تلعب شوية. مش من قلة الزوب بانك تعملين باني مش متشاف. بورين ورونان اتعلموا الهالة. لكن رون لسه ما اتقناش. مش فوزك كده يبقى حاجة مغزية لكي. انا اخليكي تتقاتل مع رون وقت ما انت عايزة. بس لما يتعلم الهالة. خلاص انا كنت عايز اتك وخلص. ارجع انت التالي لمكانك يا رون. فبيتدقي الشبح. وبقوله انت سبت الشاطئ ده ليه. روح اجلدها. وسجنها في التالج لعشر تلاف سنة. مش هتكفي حتى. انت مختلفانا. حتى لو فاصلت راسها. مش هيكفيني. لا مش دلوقتي. انا عايزة قاتلة. هيكون سهل جذبها لكتال. وقت ما انا عايز. خلينا نستنى شوية. هوريك حاجة روعة المرة الجاية. وبنروح لبورين اللي قاعد بيتضرب. فبقولهم المدرب خدوا عشر دقيقة راحة. زي ما توقعت. مش سهل خ خلص الموضوع. ما كانش صعب ساعة ما تعلمت القبضة السيطة. زات النجمتين. لكن النجمة التالتة صعبة. محتاجة كمية سلسلات عالية المستوى. لكن رون من ساعة ما بدأ التدريب من شهر. وهو بيعلم صورة جنونية. انا خدت شهر علشان اتعلم قبضة الاشكال السبعة. لو تعلمت فن المبرزة. هيتفوق عليها. بس واضح مش انا الشخص الوحيد. اللي متوتر من نموه الجنوني. انت غيرانا منه مش كده يا مارسة. رون على الرغم ان دي اول مرة يتعلم فيها تقنية القب ده. هو ازاي نمى بسرعة كده. مع انه مش متعلمة قبل كده. زي بورين او رونان. وكمان قدرته البدانية متدررة جدا. بسبب السقيع اللي جواه. هو ازاي بيتضرب بجسم زي ده. مش هيخليه يهزمني. بتمتلك موهبة مخيفة. هو ده الكلام اللي كان بيتقلي دايما. من ساعة ما تمنى من بيت زي جارد. وانا كنت دايما محط الانظار. سحقت كل العباقرة. من المباشر والفرع. اللي كانوا متفخرين بنفسهم. وكنت بصخر منهم. وبوقعهم في اليأس كل مرة. كنت افض دايما. هي دي نوعية الشخص اللي كنت عليه. ودلوقتي انا. حتى معنديه ثقة في نفسي. فبيمسي عليها الخادم. فبتسيبه وتمشي. انت بتقولي زي ما قلتلك. الكل مغرم بانجازات رون المزهلة. اللي بيقدمها. انا متأكد بانك هتئزميها انسة مرصة. اهزمه. انت متأكد جلالية. لان الشاب رون عنده نقطة ضعف. عمر ما يتغلب عليها. بالروح لرون هو عمال يتمرن. فبيجيله اثنين. هو ممكن تعلمني وضايات المبرزة بالسف. عايز نصيحة زي المرة اللي فاتت. مش عارف اللي بيحصل. لكن مراته اتطورت. فبتيجي مرصة. وبتقعد تقر عليه. هو لو كانت حساسية وتعكم المنى عندك بالجودة دي. فده مش مختلف عن وضع اللي قلقة رائبة الخنزير. من المؤسف انك نص مهوب. لكن اظن ان ممكن تبقى مدرب مبرزة في الحالة دي. فبيقعد البائيين بصين بيتفارغ عليها. وبتبقى فرحانة اللي الكل بصص لها. مفيش حد كان متوقع ان الاحمق ده بيتعلم الهالة في 4 شهور. فبيقوله الخادم بان مهابة رون وحشة ج الحق. وبيكمل كلامه بانه هو الادنى في المستوى. الشخص الوحيد اللي لسه مستعملش الهالة في ساحة التدريب. هو رون. فلو كان عنده موهبة فنون كتال ومبرزة. لكن كانت موهبته في استخدام المنى ضعيفة. مش هيعرف يا مو محارب. لسه مدهي من تعرضي للهجوب من الضعيف ده. لكنه ما كانش يستحق اقلقه في الاول. فبتبقى رونان وقفة جنبها. هو انت عندك حاجة تقوليها. فبترد عليها رونان امشي. فبتقولها هو ده كل اللي عندك. فبتسيبها وتمشي. انا عايز اروح احضر ده مخصص للناس للمماشر. بس احنا خلينا اللايك والاشتراك ببلاش. الحى العرض بسرعة. وبيجي الليل. وبيبقى رون لسه مخلص في ساحة المعرقة. ما تعلمتش فنون الكتال. تعلمت تكتيكات النجاة. وكيفة الكتال. والحاجة الوحيدة اللي حسرت مارتي في الاختيال. ما خلتنيش اتعلم حاجة تانية. ان فنون الكتال وتحسين نفسي حاجة ممتعة. فبيقضي الشبح يصيح بانه كان بيتعرض للإهانة. وما عملتش حاج فبيقول له هتعمل حاجة امتة. كانت البيت المشاعر سوط بتتنمر عليك. ايه ده بجد ملاحظتهاش. كنت بركز جاملت في التدريب. يا عم مركز شوية. لو كنت مكانك كنت مش اقول لك عملت ايه. قلت لك ان مش هكسب حاجة من كتالة. وكمان اقدر ازم البيت دي بسهولة. من غير حتى تكنية سقل العشرة الاف لهب. فبتدخل رونان ومعها صندوق. هو انت ليه هنا. فبتدينه وتقول له خدي. هو ايه ده. تحكي الامتحانات. فبيقولها فبيبقى الشبح مب عايز تاني. بعد كده بتمشي. فبيعودوا مستغربين من الموقف الغريب ده. هي كانت الان عليها. رونان بتحب الحلويات زي العيال. وكانت في العلب اربعة. وسابت واحدة ليا. اظن انها بتمر بوقت صعب. علشان اديتنا حاجة غالية عليها. يا رب مشاكل وهموم من دي. بس انا ما تأثرتش بالموضوع. فلازم انا روح اردولها الجميل. وبيروح وبيوقد الشبح يصيح بالنوعاز تاني. واول ما بيدخل بتوع دمه وهلين يكله. هو كل اللي غابوا اسبوع. الخطاب ده بعتوا الاصر في فنون الكتال المركزي. هم قالوا ايه يعني. مش كتير. يعني امروني ان حقك فتر اكتر علشان انت اتقنت المبارزة وفنون الكتال بسرعة. بس اظنهم فقدوا الامن لانك مش عارف تتضرب على الهالة. طب امي. ايه اللي حصل لها. اظن انهم قللوا اهتمام بيها. اظنهم هيرجعوني زي ما كانت في الاول. لا ادي حاجة وحشة. أليس عايز استغلها. طيب يا سيدي الشاب. انت ما تعلمتش لها انا عن قصد. من اللي عارف. لا ما تشغلش بالك. انا اسف على الس فبقول له من الكويس انك تستخدم الجو والموقف ده المصلحتك. ازاي اصلا وحش زيك يعني من تعلم استخدام الهالة. انا مش قادر حتى تخيل. معرفش انا التاني. يلا روح نتضرب تاني. كي معاد النوم يا وحش. لا. المدارب هيسهل استخدام الهالة. ولما بفتح الباب بيلاقي بنير. فبيبقى قاعد بيلعم مع العصفير. فبقول له انت عرفت تنام. وانت اللي جابك هنا. انا جيت تعلمك شوية دروس. اعلمك السمات. وبالروح ليه وهم بيتسلقوا جبل. فبيعود روني يصي فبيقول له اصبر. انا ممكن اقوم معلم كسول. بس انا معلم ممتاز من الجان. وانت ازاي هتعلمني سابة المنة في المكان ده. فبيقول له بنير بقى انه مش عارف انسه تقنية تدريب رون على سقل الهالة. كنت حزس ان بشوف لهب حرارته جديدة. لكنه زي الحمام البركانية. كانت في مستوى تاني عن تقنية السقل العادية. وبيبقى حوالي رون كمية لهب كبيرة. وغراتك في قبل البرودة مع اللهب ده. بدل من ترضاه من مساراتك. لو رون اتقن تقنية سقل زيدي. هيكون كافي فبيوقفه. هو احنا ليه وقفتة نص الغابة. فبيفعل بنير هالته. انا كنت عايز اشعر نصل من الرياح لحماية السيدي. واللي بتحسي بي دلوقتي. الرياح اللي اخترتها. انا ممكن اكون ضعفتها شوية. علشان ما تخافش. لكن انت بزي اصحابك من العال. حسيت بالرياح لما اتولدت. لاني من الجان بش من البشر. وبسبب ان مساراتك مزدودة. فيكون صعب عليك حتى على باية البشر. في كزا نوع من الرياح المختلفة. الدافية والبردة والحدة. وانت عايز نصل علشان اختارك كل حاج ونجحت في ده. وانت لازم انت حقق برضو الموارد بتاعتك. فكر في النار اللي عندك. بس احنا في الشمال. فما فيش لاب. كويس هنا. غير لو ولعت نار في الغابة. لو عملت كده. قطعت عرقابتنا. بس في مكان حلو ليك. ويخش على واحد وبيصب عليه. فبيقول له انت بتسأل ليه لها مش كويس. ده بسأل انك بتضعفه. بقى انك هتفشل النهاردة. هو ايه طيب المكان ده. بص يا سيدي. ده اكتر مكان ممكن تحسي فيه بالنار في الشمال. لاني ده فور النفح. انت جبت معاك كل مرة دي. جبت حفيز رئيسة العيلة. انا عجوز متقاعد. لو ما جايش رئيس العيلة بنفسه. فبيكون رون في عالم وازي. انا شفت عدد لا يحصل من اللهب في حياتي. مواقف عملتها بنفسي. وسحر متقدم. على ايد شوية صحرة وغيره. لكن اللهب ده. صورة حرارة اللهب. هي دي النار اللي عايزة امتلكها. بتنزر النار لما بيقرب منها رون. وبطلع العجوز الخنزير قلل الحرارة. فبقول له ان اسمي فالكان. لو كنت عايز حد يتكلم معاك بادب. روح لحد تاني. فبيفتكر رون اسمي فالكان. هو ده الحرارة المشهور في العالم كله ببراعته. هو ده بجد. هو ده الشخص اللي شكل سيف جيلين. بس بعد كده اختفى ثلاثين سنة. ما توقعتش انه هنا. فبيعرفه رون عن نفسه. فبيقول له انت عرفته حاجة عني. لأ ما قلتلوش حتى احنا رايحين فين. العجوز الحرفي ده من عائلة زيجارت. انا متقاعد. ايوة هو حرفي. متقاعد من اكتر من عشرة سنين. بس اواخد عن نار حبتين. هو ده كل اللي بت تعمله. زيادة شدة اللقب طول السنة. فما فيش مكان غير ده. يقدر يحس بيه باللقب الحقيقي. لأ في عيون كتيرة هناك. وما اظنش ان كواس ان الناس يشوف تقنية اللي بتضرب عليها. لغاية ما يتقنها. انت اصدق ايه يعني. دارون ابن سيلفيا. بيبصلو. انا مش هقطعك. لو سمحت خليني يحس باللقب هنا. انا بجيب الفحم. فحم ده ابي. ممكن يشعي اللقب اقوى من الفحم اللبيض او اللسود. فمش هيهميني طالما مش هتزعجني. ولا هتقطعني. شكرا لك. انت طيب فعلا. انا مكنتش هتوقع انك هتوافق بسهولة. اجيب لك عصير في وقت تاني. لو عملت كويس. انا موافقتش بسببك. لها بالفرن زاد لما دخل الوادي كان قوي جدا. لدرجة ان الفحم تضمر من الدفاع الحرارة فجأة. تنفس الوادي بيمتلك تلاعب النار. وممكن ودي حقق امنيتي. عدد سبع شعور وانا رايح جاي على الفرن. افضلت افكر في صورة النار اللي عايزة. بيقول الناس بان النار هي السمى الاقوى. والاقصر رعبا. بس بتختلف لما بتكون بتعرف تتعامل معها بشكل صح. لان طاقة النار مضارها كويس. واكتر استقراري من اي سمى تانية. وتوقس كمان تكنية ساكل الهالة اللي لسه ما اتقنتهاش. فبيفتكر الكلام بينير. وهو بيقول له. اتخيل شكل النار اللي انت عايزة. صورة النار اللي محتاجة. انا عايز اقطع راس ديروس. وعايز تحافظ على سيلفيا وترجع لها مكانتها. تحقيق الهدف عامل زي الماشي في الظلام. لكني مش شايف حاجة. فعايز لها بنوع طريقي. لها ب اسمه سيف الهزيمة. الوحوش الضارية. اللي بيتهددني. لهب مهما ما اضطرت وتساقط السلوك مش بيخمد ابدا. هو ده اللهب اللي اخترته. وبيعد يتخيل حاجات. وفي الاخر بيقرب من الطريق. لو ركزت بس شوية. فبينلاقي شبه الخنزر يتدخل. وانا مولت لكش بان الملك هيستعدبك فاضعف حالتك. اتجمي. انا فقدت حذري. هو كان هادي الفترة من الوقت. فنسيت انه مش حليفي. وان الشيطان ده عايز ياخد حياتي برضو. واحد من عوامل عالم الش ياتين. صحقا. حس ان جسمي كله بنهار. مش قادر يتنفس. حتى لو خرجت من الحالة دي. واتحركت. اموت حتى لو وقفت تكنية ساكل العشرة الاف لهب. اموت. شكلك وانت بتحاول النجاة. بتخلي دموعي تنهار. لازمة يركز وكتف هالتي. فكر في حال. وعي بدأ يتلاشى. انت فاكر انك قادر على تحمل كوتي باللي عندك. جهدك ملوش لازمة. مهما عملت. اخد جسمك وروحك قريب. كل جهدك في الحياة دي. مفيش اختلاف بيني وبين العجوز اللي بي خفش هنتقم لك. وبينكمل. من ساعة مانون كان بيطلع انفسه الاخيرة. لما شفتش الاقسام اللي فاتت. اتلاقيه في اول تعليق. وبيفتكر الفرن. انا في كالسة. لو ما حاولتش اطلع اموت. بدل التسخين بالمنة الطبيعية من حرارة الفرن. همتصع مباشرة. النار دي جديدة قوي. واشد حرارة من اللي فاتت. لدرجة انها بتاكل كل حاجة. همتصع جوايا. انت بتعمل اي مجنون? بقاوم الحرارة. وبيبقى فالكان قاعد. وبيلاقي النار قاديت مرة واحدة. وبيسأل. ايه اللي خلنا النار تييد كده? انا ما شفتش لاب بالكوادي قبل كده. او ايه اللي بيحصل للفرن? رون زي جارد. وبيرتعش من البرد في الحر ده ازاي? او انت كويس? او انت ليه بترتعش كده? قاله رد عليا. فبيدخل ريمير. سيبه لوحده. وما تلمزوش. انت بتقول لي يا ريمير ده كده هيموت. طب هنعمل ايه? او دخل خلاص في حالة النشوة. ولو لمزته قال لي لمزة. هيموت. هي دي البرودة اللي جواه جسمه. اللي وبيقعد الشبح يصحله على النار. انا مش هموت عاجز زي حياتي سبق. حياتي اللي فاتت ضعت. وما دلتش حتى في العين في الاخر. لكن مش اقرر ده تاني في حياتي. الحرارة قوية جدا. لو فضل الفرن كده. مش هيقدر يتحمل الكوة النارية. يعني اينفجر. الطاقة النارية للفرن بتتجمع في مكان واحد. رون هو يوقع انك قاعد بتمتصف كل المنع الحركة دي. ويبقى قاعد بيقاوم ومكمل امتصاص. وبيمسك اللهب. وبيحصل انفجار شديد. وبسبب الفرن مقدرش يستحمل. فبيقعد ريمير وفالكاني يناده على رون. وبيقاوم رون وهو حواليه هالة نارية كبيرة. لكن اللهب الدهبي. فبيقول للنظام بانه قسب تقنية السقل جديدة. وهي تقنية اللهب العشر تلاف. وبيقول للنظام بان تقنية السقل وصلت لنجمتين. وتم ايزاب طيارين تلج من لعلة التلج. وجات له سمة جديدة اسمها برودة السقية. بعد التعرض لبردة السقية بتوصل برودة السقية لنجمتين. بيبقى رون مش مصدق اللي حصل. وبيبقى مش مصدق اكتر انها طورت من النجمة التانية. فبيجيله اشعار عشر. فبيقوله بانه استحمل برودة السقل. وهو بيسكل فبتزاد كل احصياته. ثلاث نقاط. انا متوقعتش كل التعويد ده. بفضل تدخط السقل. قدرت حقق مستوى سقل ممكن ياخد سنوات. فبيقض الشبح يسب ويلعم فرون. انت مين يا عم? انت المفروض تقطك تكون خرصة. ازاي قدرت تتغلب على روضة ده? مش انت قلت اني مش تنادي لك. فكل مقاومة ليك منهاش فايدة. رغم اني قلت كده. اللي انا كنت هموت. فلازم نخلي باني من دلوقتي. مهما كنا قريبين من بعض. لازم نخلي باني من نوع دوي. علشان كده مش لازم نكشف كل نقاط ضعفي. واسراري مرة واحدة. هو انت كويس? اه تسلم كويس. بس انت ازاي خدت هالتك? بفضلك. انا اسف على الفرن اللي انفجر بسببه. هو اتحول لرماض مش انفجر. لا يا عم عادة. طالبا ما حصل لكش حاجة فده المهم. لسه اقدر اعمل فرن جديد. هو ايه ده? ايه اللي حصل? مستحيل يحصل كده وبيطلع من الفرن فحم. وبيلاقي فحم دهبي. وبنروح لفلاشباك وفولكان قاب يفكر ازاي يعمل استرالي لسنين. رسمية انك تقعد بسبب ضع في قلبك. انت بتصدق الاشعات دي. بقي انك مش انت الشخص الوحيد اللي قدري حق حلمه. ده فحم دهبي. نوع من الفحم. يقدر يستحمل دراجات الحرارة العالية. من الفحم اللي بيض. وماتين جدا. بيفضل سنوات افضل من الفحم اللي سود. يا عم انا ما عملتش حاجة. فكل مرة بتسكل فيها. بيزداد حرارة اللهب. وبتهب ريت صرابت لكل مكان في الورشة. مع اني بل بس انا المطرقة كل حياتي. الا اني اقدر اعرف كيفة كل اللي لابعامله. يعني كل ده فضلك انت. بس انا عندي سؤال. ايه نوع هدفك? ايوة ايه نوع من السيافين عايز تكونه? وبيسمع له نشيد الصباح. انت هتاخد كمان تلت او خمس سنين سيف. يبقى تعالى زور نسعتها. اخزن الفحم من اليوم ده. انت اصدق انك هتشكر سيف ليه. مش انت متقعد. يعني طلعت اشعات الرجوع من التقعد. ما تموتش انت بس للوقت ده. وبيبقى ريمير وايف. وبقول اني كنت عايز اعرف ايه اللي بيحصل لنا. بس خلاص الحوار خلص. سبقت انه عنده موهبة. وبيخوف الناس. مش كده. يا رئيس العينة انت جيت تزور حفيدك. انت قلقان عليه كل يوم. شكلك استريحت النهاردة. باين بفضل امتصاص الحرارة فرن الفح. مش من المفاجئ انك تشوف هالة بالنقاة والشدة دي. وكمان قدر يستخدم الهالة بعد ما خدها. زي ما هو متوقع من الموهبة العظيمة. مش كده وبس. حتى انه استخدم اللجاة اللي كانت بتعيكو. طريقا لتطوير سلاحه. وبينلاقي رونان قاعدة باستني يا رون. وبيكون طلع تراتيش كلام. فبقول له اسمية ان رون لسه ما خدتش الهالة طول السبع شهور. وهو ما كانش كل الكلام اللي تقال عنه مالوش لازمة. دلوقتي انا بالرأي. نولي مرسى عبورين مسؤولين كبير متدربين بداله. انا عايز اساعده زي ماما قالت لي اردوله الجميل. بعد كده بيدخل رون. وبيقعد يغز في الشبح. وبيفقع عاله. وزي كل مقابلة ما بينهم بيقعدهم ب حلاقين في بعض. فبتدي له رون كيكا تاني. فبقول لها شكرا. هو بقى اقوى. ريحته بقيت احسن. فبيبقى الشبح مبسوط من طعم الكيكا. فبقول له خد اللي اتنين التانين. اه تساكب بقى. ما انت عارف انها بتديني حاجة عزيزة عليها. فبيقفل السندوق وبيقول لها شكرا. هو انت مش عايز تاني. لا شكرا واحدة كفاية. حاسس بالنشاط. اه خدت كمية طاقة رائبة. فبتفرح وبتسيبه. وبتمشي وهي فرحانة. بنت طيبة قوي. بس سيهزق منك ليه. التدريب بقى ممل. فاناعمل حاجة مميزة الشهر ده. بعد تدريب سبع شهور. هنشهل الاجواء شوية. او هيعمل ايه. وحياتك معرف. طب ما تسألك. وانت هتعمل ايه بالزبط. بعد شهر من دلوقتي. اناعمل مبارزات. فبتفرح مارسة. الفوز او الهزيمة. في البداية يا رون هيقصر على تخرجك. وبيحدد تصنيفك. ابزولوا كل جهودكو لمدة شهر لو سمحت. فبتطلع مارسة وبتقول لان عندي واحد صاحبي. لسه متع علمتش الهالة. اناعمل ايه معاه? بتلاقح على رون. انك ايدهون عظيم يا صديقي. فبيعضوا يبصوا لرون. فبقول له حظك. صاحبك اتعلم الهالة. فبتتفاجئ مارسة بانه تعلمها. امبارح ولا النهاردة. اخيرا عندي فرصة. عد ده وقته طويل كنت اموت من الملل. انت فاكر اللي قلته. صح انا مش بسمع كلام رجل ضعيف. اعتقد ان استحملتك بما فيك كفاية. اظن انك لقيت صعوبة في تواجد في مكان بعيد عن كل الامكانيات. المراضي اخلص عليك. فبيدخل حد وبيقاطعه. وبيطلع بورين. وبيقولها امشي من هنا. انجليع يا ولية. عد وقت من سيد ما تعلمت الهالة. لكن المبارزات تتعامل كمان. بان انك ما عندكي الشرف المبارزة. فبيقول له سيد بورين. انت عارف ان الشرف بيأكل الناس اللي هم غالين على عائلتهم بس. وبيتم اظهار الشرف للشخص اللي بيستحقه. مارسة يعني عندك مثلا. اللي اتنين دول يتعلموا الهالة في شهر. وقائدنا العظيم قاعد نص سنة. حتى بمواهبة متواضعة. يقدر اي حد يتعلم هالة في سبع شهور. مش ده معناه انه مش بيمتلك اي مواهبة خالص. وانت اقتر شخص عارف لانكم عملتم مراسم الحكمة مع بعض. المبارزة اللي ما عندوش مواهبة مش بيقدر يتعلم الهالة. مش بيقدر يعمل اسم لنفسه. حتى لو كنت مواهوب في فن الصيف ده مش معناه حاجة من غير هالة. مش المدرب اعلن على المبارزات فجأة. لانه كان عايز يغير القائد. بجد انا مش عارف انت بتكلم عن ايه. رون زي جارد انت كنت قاعد في كرسي القائد لفترة طويلة اعتقد ان جاي وقت نزولك. زي ما قلتلك الفازة ياخد منك كرسي القائد. لأ انت فاكر انك تقدر يتعادي على تربست الامار من غير فلوس. لو كنت عايز اتعادي على الكرس ده. طلع حاجة في المقابل. مسوية لكمتو. انت مش بيطالف تقرأ يتجول لجنبك. ما ان ما عندك شعق. او انت خايفة. انت تتكلم عني. انت مضحك جدا. خلاص هابر كلامك. طيب انت مش عايز رهان بكلام بس. عندي اكسير ابوية الدهولي. اكسير بيقوي الجسم والهالة. الد دهولك لو كسبت ايه رايك. دي مش حاجة واحشة. انت فاكر ساعة ما قلتلك هكليك تشوف حاجة جديدة. تنبهر بقى عينك. انت قصدك ايه? هتشوف لما تيجي اللحظة. اقدر ارجع عليها اللي اعتبر النهاردة. قبل ما اجي اللي هنا. مكنتش هتهزمني قبل كده. كانت دي المرة الاولى اللي واحد يضربني فيها. هقدر ارد النهاردة. الازلال اللي سبهولي. اتعلم رون النهاردة من شهر بس. من المستحيل بعد ما اتضربت التالي سنين. حاجة صعبة انك ت استنى للابد. شخص من غير موهبة. هبقى اقوى باسرع وقت. فيه شخص لازم ننقذه. اليوم هو يوم الختام يا رون. انتباه انتباه. مشاهدة المعركة بشكل شخصي دي حاجة فريدة. زي الانخراط في معركة بشكل حقيقي. فاخليكو كلكو هنا. علشان تنفرجوا على كل المباريات. ما تتوتروش. وحاولوا تظهروا معاراتكو. لاقصى حد ممكن. اولا بورين ودوريان. فبقول بورين حاضر. اما البسكوتية دوريان. فبيستسلم. فبيتعجبوا من اللي حصل. لان الكتال لسه بداشي اصلا. انا في حالة مش كويسة. كان عني ما غصب برد مبارح. فعافيني عن الكتال ده. فبقول له الشبح لو كنت مكان ريميل. كنت قطعت رأسك. انا كنت متوقع ان ده يحصل. طب يا دوريان انت لازم تقاطل غصب عنك. لان حتى لو خسرت لازمة تشارك. خلاص تمام. بنروح لساحة الكتال. وبنلاقي دوريان مفروش على الارض. امسك عصابك. انت كنت ممكن تخلص الكتال في خمس عرقات. انا كنت مدعي من الودة. فانسيت نفسي. دوريان انت مستمر في الهروب. كنت ممكن تكمل في القتال فترة اطول لو قتلت. انا اسف بس انا كنت خايف جدا. اللي بعده رونان وكرين. ابدأوا. فبتحجم كرين على رونان. لكن رونان بتصد ضربتها في اخر اللحزة. وبتبقى متفاجأة من اللحصل. لكن سيفها طار من قوت الدربة. كرين انت كنت متوترة جدا. فازهرت صغرات كتيرة في هجومك ده. ورونان الهجوم ده كان كويس جدا. بس مكانش مثالي. اللي بعده ممكن يكون مملة شوية. لانه الكتال الاخير. وبتحجم مارس على رون. لكن بيصدها. وبتعد تهجم عليه. لكن رون بيصد كل هجمتها. فبتتفاجئ مارسة. بانه بيصد هجمتها. فبيستغل رون تشتتها. وبيهجم عليها. لكن بتتراجع في اخر لحزة. انا مكنتش بتوقع النظر اصد هجمات سيفي. انا بعترف انك موهوب. لكن موهبتك بس مقتصر على السيف. انت مغرض نص موهوب بالهلة دي. هتتهزم بالتأكيد. وبتفعل هلتها. وبتحجم على رون. فبيحاول رون يصدها. بيزيل كل اللي يقدر عليه. انت قدرت تستحملها خلينا نشوفها تفضل صامت لغاية امتة. الشخص ده موهبته عظيمة في المبارزة. لكن شخص زيه قعد سبع شرور بتضرب علشان ينقذ الهلة. هتكون بتتقارن بحبة البسلة. لو ما استسلمتش المرة الجاية. هقصر عزامك تحت رجلي. فبيهجم عليها. العيلة بتحب الموهبين بشكل موزعك. انا عارف انه موزعك ليك. لكن ما عندكش موهبة. فعايز ابنيلك متعة انك عندك موهبة. اظن لابد من فتح يانيك. في حاجة اهم من الموهبة. فبيفعل هالته. فبتندهش مارسة. دهب الالفية. هو ايه دهب الالفية ده؟ هو اللهب ده. اللهب ده خطير ومش عادي. مع ان الشعالة صغيرة الا انها بتطلع هالة مخيفة. وجميلة جدا. ان ايران دي اعتقد ان وقت اللي هي بخلص. وبتفعل مهرات النقطة الواحدة. الاسلوب ده بيجمع كل الكوة في حتة واحدة. من الرؤية انها بتعرف تستخدم الفن في العمر ده. بقى انها تحط كل قوتها في الهجوم اللي جاي. هعترف انك قوي. بس انت مش هتعرف تهزمني. فبيهجوم على بعض. و بيعمله ضغط جديد. ولما بينقشع الغبار. بيلاقي سيفة قصر. ومارسة بتكون تخسف بها الارض. انت اصدق ان رون هزم مارسة اخيرا. ايوة. سحكت هالته هالة مارسة. اللي قعدت تسكل فيها اربع سنين. كانت قوتها هيلة. اكيد الهالة اللي شفتها في اليوم ده. جميلة زي ظهرت اللاب. بس قوتها ما كانت تتقارن بحجمها. على ما اظن ان الاخبار انتشرت لبقية افراد العينة زيكارت. هخليهم يعملهم انهم ما يتغروشني نفس يوم. هي مارسة عاملة ايه دلوقتي. هي مش بصدقها يعني اللي حصل. بس جروحها هتتشفي بعد شوية راحة. المشكلة انها شكلها تعرضت لصدمة نفسية. ولازم ان تتجاوزها. انت بتعرفش تعمل حاجة. صح. هتأزي الوردة. اعملها عيدل بدل ما جمدك. مفيش فايدة من التظهر بالقوة دي. بسبب سمة مقاومتك الجبانة. خلاص عرفنا. ما تقودش بقى تنبح. في اليه اللي تفوزي على مارسة. اللي اكسير علق احصاياتي بشكل كبير. اقول للنظام بان ح حلقة النار باتنين النجمة الرابعة. ووصلت زهرة التلج النجمتين. واختفى تأسير تدهور القدرات الجسمية. باختصار كل جهودي المبزولة لغاية دلوقتي. بفضل الاكسير. احصاياتي جالها زيادات كبيرة. حتى مقاومة المية. بفضل ده. قدر استحمل غضب الصخط زي ما كن وحش صغير. بما ان العطل العراب التخلص خرقت علشان ارتاح شوية. واتأمل في الظهور. يا احمق لما ترقى التربة احفر بعمرك في الاول. وبيقعد يصح له. مش برضو الظه والاشجار مش بيناسب نوع الاشخاص اللي زيه. لما كنت ملك الجوائر في عالم الشياطين. كنت باهم لمشتل الورود بورد التلج. وده خلى الشياطين تحترمني. فبيبص رون وراه. فبيلاقي مرصة. هو انت جيتي هنا ليه? عايزة قتال تاني. والشخص ده عنده هواية زي دي. مش مهم دلوقتي. انا عايزة نخوك قتال تاني. من المغزي انك لسه ما اعترفتيش بالهزيمة. انا مش عارف انا ازاي خسرت. فعايز اعرف ايه هو سيارك طيب. لما الخسران يتحدى الف انا عايز لازم ان اعرف حاجة في المقابل. هو انت سخيف. انت مش محتاج جايزة عشان تقاتلني. لا انا محتاج. بقى انو مش عايز يقاتل اعمل ايه. فبتبص على الظهور. انا هدوس عليه شوية. بقى انك بتحب الورد. بس هو مش مناسب لي. انا مش بحب الورد. ومش عارف ليه الناس مش بتحبها. بس انا بخلي بني منها. علشان امي. خلاص انا هروح. الجو حر هنا. هو انت هنا يا رون. انا قدت بدور عليك وليت اكوف مشتق الورد. هي دي صاحبتك. هو انت تعرف عنها في التدريب. هي دي بقى سيلفيا زيكارت. الست اللي سابت الاسرة ورجعت. علشان تنجز طفلاء. ست عاشت في ظلم وخيزي. علشان ابنها. شعر اسود وعينيك سودة. انت مارسة صح? اول مرة قابلك فيها. اصلا بيك الام ده عايزة تتكلم مع صاحبة ابنها. فبقول له ربنا معرفة. اسميتي ان القاتل تيرون. انت كويسة? اه كويسة. طيب الحمد لله انا كنت قلقان عليك. انا اسميتي ان اخوية دينير جاب بنت. بس يطلع مش كل حاجة. وبيع عادوا يحكوا. وفي الاخر بتعزمها على العشق. وضيفهم كمان. وبتقول اصرار ابنها المحرجة زي كل الامات. احنا بنعرف نطبخ. بس جودة اللحمة هنا. اقل من اللي في الاصر الرئيسي. فبتقولها كويس. فبتفتكر مصة امها. وهي بتقولها نفس الكلام. وفي الاخر بيودعوا بعض. فبيكون الشبح ورون مستغربين من تصرفاتها. وبتقول هي ماشية. باين ان رون شايفني مجنونة دلوقتي. الصراحة فاك. بس بغض النظر على النظرات اللي هي. نظرتها اللي هي. كانت زي ا امي. بسبب ده ما قدرتش ارفضها. معيني الوش والشعر والصوت مختلفين. الا اني حسيت اني قعدة مع امي. بعد ما اتخطفت من اوقات طقفت الدم الابيض الملعين. وتبناني دينير. قررت اني مش هستسلم لغاية ملعية. فافضلت مكملة من غير مخسر لغاية مخسرت من رون. عيلة زي جارة اتبنتني لما شافه موهبتي. ممكن يترضوني لو تهزمت كده. انا عارف ان ابو يا راجل حنون. مش ممكن يكون ده كله تمثيل. ساعتها يتخلى عني. ساعتها ي يبقى فيه بصيص امل قليل علشان لا يا امي. ما كانش لازم نخسر. اخيرا راجتي يا انيسة مرصة. انت ليه كنت قاعد مستنيني ده كله. مستنينيه علشان اديك رسالة. سابها لي الساعد دينير. ابو يا كتاب لي رسالة. هو شكله كتبة بعد ما مشي دليان. فبيهنيه على خسارتها الاولى. وبيشجعها ان تاخد الخسارة كطريك للنمو. وبيتمنى لو كان جنبها علشان يوصيها. احنا لسه بندور على امك فانا مش هستسلم وانت بتستسلميش. اكتبي له ب انها خلي ده بالي. واني ممتنة ليه جدا. وبتدخل قضيتها. وبتقفل الباب. انا خسرت دي حاجة مغزية. وما كانش ده لاني خفضت مجهودي. بل انا خسرت. لازم ان اتقبل الخسارة واعترف فيها. وتقدم له قدام. لاني ما انفعش اغزيه اكتر من كده. لاني بنته. وبتقص شعرها. لاني لو فضلت على الحال ده. مش هتقدم له قدام ولا همه. وساعت مش هيكون عندي جراه. عشان اقابل ابويا اللي واصل فيها. هنبدأ من جديد. هصفي زهني خال وارجع لخطة البداية. وانطلق لقدام. انسى الماضي القذر ده. اللي عده. وهبقى اقوى من الاول. تاني يوم بيبقى الطلاب من اندهشين من اللي حصل في مرصة. وبتروح لرون. وبتقول له بانها مش هتتهرب من زنب السفزازك. لا يا با في وعد. بدل الوعد ايه يعني. مش احنا وعدنا بعض. بان الخسرانة اسمع كلام الفاز. هو ده السبب اللي جيت لك علشانه. دي الصراحة حاجة ما كنتش متوقعة منك. اتكوني مطيعة زي ما وعدتي. هي ممكن مرصة اتغلية في الفت فترة قصيرة دي. دي ايش ممكن. دي مش شخص عادي بالنسبة لسنها. ولسه بخلص كلامه. وبتمسك في واحد لانه كان ساد الطريقة. او ممكن من ناحيتي انا بس. بعد سنة. ما اني عادت فترة قصيرة. الا ان حصل فيها حاجات كتيرة. فعلى عكس كل توقعات الكل. فضلت مرصة تسمع كلامي. وحتى بعد سنة. وتعلم بورين انه كيد المتدربين بهدوء اكتر من الاول. ورونان بيسفة اكتر حدة من الاول. اما انا فبتضرب باصراره عشان ادفع نفسي للموت كل يوم وبيفضل المتدربين التانيين ينقوا على رون. لانه قاعد مغمض عينه. وفاجأ اتقن تقنية. حتى ان وضعيته افضل من وضعية المتدربين. وبيبقى ريمير بيحكي على جي لاين. بان دي حاجة مش معقولة. اتعلم التقنية من التخيل. بس ده واحش فعلا. هو انا بقيت خدم رون وانا معرفش. هو كل ما قبلك تكلمنا عنه. والله انا مش بتكلم من غير سبب. انا عارف ان الفضول هيكلك. فبحكيه لك. هو عمال المبنى الرئيسي مشغولين. هما بيستعدوا لحاج لا دي مش استعدادات. هيجلنا شوية ضيوف. من المقرر انه هيوصل وفد من مملكة اوين بعد كام يوم. ومملكة اوين دي بتبقى في نص القارة. وبتوصل بين ست امبراطوريات. وهي كمان واحدة من القوى القليلة. اللي بتحافظ على علاقتها بعيدة زيجارد. وكمان هي مملكة الفرسان. وفيها السيف وفنون الكتال فوق كل حاجة. مملكة اوين وعرفناها. مين بقى رئيس الوفد. انا سمعت انه الامير الثالث. بس على ما ظن انه الدكتور تان. انت بتتكلم جد ازاي المج ده بقى دق. هو الامير الثالث صغير. على ما اظن انه في عمر رون تقريبا. فبقول له مش عارف ومش مهتم. هوامل المتدربين يكونوا في نظام وهيئة منظمة دايما. انت اصدق على متدربية ساحة التدريب الخامسة. الامير الثالث متضرب من مملكة اوين. وقال له انهم عايزين يشوفهم التدريب بتاع السيفين. وتدريباتنا. ما ينفعش عائلة زيجارد تتباين الجانب الضعيف فيها. فبيقعد ريمير يفكر في الامير الثالث والفرسان المتدربين من مملكة اوين. اظن ان انا هنشوف عرض مسير للاهتمام. لو مشت الدنيا كويس. فبيرد عليه انت اصدق ايه? تزلت ضد الفرسان من مملكة اوين. فبيتفاجأ المتدربين لما بيسمعوا الخبر ده. اه زي ما اسمعته. الامير الثالث واللي معاه. عايزين يقاتلكم برة واحدة كده. ما لكم عاملين كده ليه? وانا ما قلت لكمش. السياف لازمة يكون مستعد دايما. انه يلوح بصيفه حتى لما يصحى من النوم. فبيقول له واحد بس انا اسمعت انهم بيخططوا لزرارة ساعة التدريب السادس مش الخامسة. والروح الفلاش باك لريمير. وهو بيتكلم مع الامير الثالث. فبيقول له بقى ان اسموك مع جوز ساعة التدريب السادسة. لو عندك وقت بكرة تعال ساعة التدريب الخامسة. هوريك التدريب الحقيقي على حق. انا عارف انه جيمه فاجأة. فخلينا نراحب بوجوده. ودلوقتي اتفضله بالدخول. هم دول الفرسان المتدربين اللي بتفتخر بهم مملكة اوين. اسمحوا لي انا اقدم نفسي ليكم. انا الامير الثالث جرير. هو ده بقى الامير الثالث. كوته مش بتنا بسنه. من اللمحة الاولى اقدر اقول انه بيدور على الخصم الاقوى. ايه رأيك يا رون? انت مش عايز تخوض نزال? بما ان الاامير يتقدم للنص مش هتكون فكرة وحشة. لما اغرب جمع تقنيات حركة النار. ومهارة المبرزة اللي تعلمتها من فترة. لا انا عايز اخوض نزال حتى لو واحد بس. المهم يكون كبير متدربين. موافق. اظن ان الكل موافق عندنا عشر واحد للاختبار. هيتم اختيار المتدربين اللي عايزين يشاركوا تحت كبير متدربين. اهم حاجة ان ر انت براتبي على فوزكم. ففوزوا مهما حصل. لان الخسارة معناها موتكم. فبيجمع المشتركين مع رون. فبيلاقيهم متوترين. فبيقول لهم بصوا على اللي هنبرزهم قبل ما نبدأ. اتفحصوا كده ايديهم. ايديهم بترتعش. هم مواقفين بمظهر هادئ. لكنهم مش قادرين يخففوا توطرهم للنزال. كلنا في نفس العمر. ومن حيث شدة التدريب احنا مش اقل من الملك الستة او الشيطين الخمسة. فالدم والعارك والسعي هيجيبوا نتيجتهم دلوقتي. الاشتراك يا عزي المتابع بين فعله ومش بيدرك. فالحة يشترك بليز. ما تتوتروش خلينا نقاطل بافضل حاجة عندنا عشان نسبة مهاراتنا. مفهوم طب نحد الترتيب دخلنا. فبيقعد يحلل الوضع. النزال الاول مهم لانه بيعلم المعنوات المتدربين. احنا محتاجين حد قوي وفوز ومضمون. هنبدأ بمارسة. هتقدر تعملها. ايوة خلص النزال في العزات. تعالوا للنص. لما تكونوا جاهزين فبيندهج التلاميذ بحجم الشخص اللي هتقاتله مارسة. فبقول لهم ا اسمي تارس من مملكة قوين. جسم اقناقص نمو. بتطلع لنزال ملحمة. فبيقعد المتدربين يحسوا بانه ما يخسروا. نزال ملحمة انجس طيب وتعالى عشانا كده 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 كذبانة. فبيبقى الامير قاب بيحلل النزال. لان مارسة نزل على ترس تلطيش. وبيقول الامير بان سيافين ساحة التدريب التانية اقوية وبيلاقوا اسم العيلة. وكانوا ندل فرسان المملكة في المهارة. لكن متدربين الساحة التدريب السادسة كانوا كحيانين جدا. مع ان كانوا كويسين. لكن المقارنة مع متدربين عين الزيجارد. فهم مناقصهم كتير قوي. لكن بظن ان فعلا المواهوبين في ساحة التدريب دي. فبيبقى الدك قاب بتكلم مع الامير. هو ده بقى السبب ما جيتك هنا مبرح. علشان ايجي هنا. اه اصلي دي حاجة نادرة انهم يقاتلوا فرسان الليبراطورية الستة في التدريب. حسبت ان ده يكون درس كويس اليوم. انا مش بيصدق ان الكلام ده طالع من اللي كان بيلقب بالصيف المتقلق. وانا لازم اتصرف زي ما كنت بعمل ساعتها. انت لسه كمان بتحب المراهنات. عندنا عشين نزال النهاردة. ومكافئات الكذبانين مش هيكون احسن حاجة. مش هيكون احسن لو رهنا بدل ما احنا بنتفرج. احنا المتدربين بتوعنا اتضربوا تدريبات خاصة. اظن ان المتدربين بتوعك مش هيقدروا يهزمهم. اه ثقة كبيرة في المتدربين بتوعك. وانا برضه واثق في المتدربين بتوعك. وبيبقى النزال لسه مكمل. فبتكسر سيف طارس وبتفاجئ من قوتها. وبتغباط واحدة بدهار السيف بتفرشه على الارض. وبتف الفاجئ لانه حسب انها تكون اخاف وراء من بعد المبارزة. بس سرعيتها وقوطها زاده. فبتقول مرصة بان المبارزة واعتمد على سرعيتها. بس سرعيتها وقوطها زاده. فبتقول مرصة بان المبارزة واعتمد على قوطه بشكل كبير. بس ضرباته كانت ضعيفة. راجل بقف. النزال مسلي. فبيرد على الشبح. مسلي ايه? المسلي في قتال شوية نمل. دي حاجة مملة بالنسبة لي. مش كل النمل صغيرين وضعاف. لما كنت في عالم الشياطين. وكان الشياطين الصغيرة بتاتل بعض كان امتع بكتير. فبيضربه رون وبيقول له اسكت. وبنروح للنزال التمنتاشر. وبتكون رونانها تقتل فيه. فبيقعد منافسة يستقل بها. وبيتاري عليها. فبيدخل في الموضوع على طول. وبيفعل هالته. انا مش بحب النار. وبتسحب رونان سيفة. وبتصدم الاتنين مع بعض. وتصادمهم بيعمل غبار. فبتهجم رون من وراء. فبيكتشفها وبيهجم عليها. لكن بيطلع هجوم على وهم. وبتحط رونان السيف على رقابته. وبتكسب في الجولة التمنتاشر. فبالله رغم ان خسرت الا للنزال كان كويس جدا. فبتسيبه. وبتروح لرون. هو انت قد بيشوفني وانا بقاتل. اه حركات رجليك تحسنت بشكل كبير. فبتشكره وبطوعه جنبه. وبنكمل. من ساعة موقفنا. ساعة ما كان بيقول ريميل. تسع انتصارات وتسع عزائب. الاوضاع محطومة جدا. نكمل الجولة. ترك يا بورين وسيرون. فبيعرفوا نفسهم لبعض. فبيقول رون سيرون ده قوي جدا. هو اقوى واحد ما بينهم. بعد الامير التالت. وبيبدأ النزال بهجمة بورين وسيرون. اللي الاتنين بينقضوا على بعض. اه ده ندى ليه في النهارة. اخسر لو نزلته. اخد حزر المرة الجاية. بقى انه بيفكر في نفس الحاجة. فبيعجم الاتنين على بعض. وبينتهي النزال. بكسر سفر الاتنين. فبيبقى المتدربين متفاجئين من اللي حصل. وبيخلص النزال بالتعادل. فبيحاول رون يخفف عنه. فبيقول له ايه الفايدة. انك خرقت هناك. الكتار واسم الزيجارد على المحك. كنت لازم نكسب مهما كلف التمن. ما تقلقش. هفوز باخر النزال. وهجيب المجد والشرف لعيل الزيجارد. هو ده المنافس اللي انزله. حسس ان قوته عادية. هو انت من الناس المباشر لعيل الزيجارد. لا انا من الناس للفرق. فبيبقى الامير متدقى انه هيبارز واحد ضعيف. بتمنى لو انافس واحد من المتدربين بداله. انا عندي اكتراح يا مدرب ريمير. ايه هو. الاتنين اللي هناك دول. لسه ما استخدموش كل قوتهم في النزال. ايه رأيك ابارزهم. بعد هزيمة الشخص ده. والله ما عنديش ملعة طالما اتفوز. قولهم يسخنوا طيب. لان اخلص النزال ده بسرعة كبيرة. مش هستخدم الهالة ضده. علشان احافظ على قوتي. هو ميل الوحش ده يا ريمير. انا رحزته هدوره بالعافية. انت متصبتش بالعمل لسه بشكل كامل. الحى وحذر الامير الثالث. هو فاكر ان رؤون مش ماهر هيكون في يوم من الايام مستقبل مملكة قوين. لكنه ما شافش طعم الهزيمة. فحسن نشوفها في بيئة امنة زي دي. ومع ذلك الامير الثالث لسه قوي. حتى السياف المهر ده مش هيهزيمه بسهولة. فما ظنش انه ما هيعملها. ايه رايك في رهان تاني? ده انت عاشق للرهانات. يا عم ده هو رهان بسيط مفيش غيره. يعني شوية مشروبات. خلاص ايه هو رهانك? خمسة هيهزب رون اميرك في خمس دقائق. فبيكون رون في الوقت ده بيهجم والامير وقف مستمرة من الداشة. فبيبقى القونت متفاجئ من رهان ريمير. فبيكون رون في الوقت ده فارش الامير وبتنتهي النزال بفوز رون. انت بتكلم حد لسه معداش حتى خمس دقائق. فبيقولي الامير انا اخطعت في حكمي هو ده سبب هزمتي. الوقت دعاق واحد في يوم. فبيقوله كنت انت بتتكلم جد متدرب ده خطواته ومبارزاته متكاملة بشكل مثالي. عشان كده انا رهنت بفوز رون. خلاص هحجس مكان فاخر. فبينادي الامير على رون. وبقوله انا لسه مخلصتش. بس اسموك النزال خلص. فبيقوله انا لسه ما استخدمتش مهاراتي الحقيقية. لو كنت استخدمتها من البداية. فبتقول مرصة في كلب بين بحانة. ازاي الامير التالت مشو اعترف بالهزيمة. انت شبع حد مغر عرفه. ومش اقول اسمك يا ورين. يا امير انا بحاول اكلمك بلطف دلوقتي. امشي من وش انت اخسرت. فبيزعق لها واحد من المبارزين انها لازمة تتكلم عاديل مع الامير. فبترد عليه بانها عارفة انه من عائلة الملكية. والناس للمباشر. بس انا اتقدم معا لها. فبيدخل يا امير وقول له اراك يا رون في الحوار ده. تقدر تختار اللي انت عايزه. انت قلت انك رهنت على النزالات. بس خلاص النزالات خلصت. ومفيش داعي للقتال. انا بعترف بالهز ما حكمتش على قوتك بشكل كويس. واستهانت بيك قبل حتى ما نبدأ النزال. انا حاسس بالخجر والحرق. لدرجة اني مش قادر ارفع راسي. لكن من فضلك قتلني مرة تانية. هنت مجامد لو سبتيني ومشيت كده. من فضلك يا رون زيجارد. فبيبقى رون متفاجئ من نحانة راسه. كان فاكره ان امير متكبر. خلاص تمام. ده النزال الاخير. وبيستعده للنزال التاني. انا اتغريت بنفسي. وملاحظتش ماراته وخسرت. بس الماراتي اقاتل بكل قوتي. فب القونت شوف التقنية دي. فبقى له ده مش وقت اخفاء قوتي. عايز اقاتل بكل قوتي. فبقى له الشبح. ايه الوقت اللحمك ده? هو مش عارف انك برضو تقدر تخفي قويتك. انا قدر اهزمه المرادة دي. عنده هالة شد منك. زي يكونه اقوى منك. انت عايزت راهينة اكيد يهبل. وبطلع الرهان بانه لو كسب هتزيد كل حسياته اربع نقاط. ولو خسر هتزيد العاطف بعشر نقاط. فبيتحمس رون وبيفعل هالته. فبيقول له الامير انا هبدأ الاول. وبيه اصدم الاتنين مع بعض. ومن قوة صدامهم الارض بتتهزي. وبيكونوا لسه مكملين. فبيتفاجئ الامير بان رون ما تحركش بمكانه. مع انه بيبذل كل اللي عنده. رون زي جارد هو الشخص ده ينفع يتقلع عبقري. ده شبيه بالوحش. هبذل كل اللي عندي. فبيقول رون التكنية دي سيف بيريز اللي تمع رأساته من مالك اوين. بالنظر للطاقة اللي بتخرج منه. هو بيخطط ان الهجوم اللي جاي يكون اخر هجوم. هل ام الي ده كل اللي عندي. انا جاي يا رون زي جارد فبيستخدم رون تكنية سكر العشر تلاف لهب. فبيتفاجئ الامير. هي دي هالة اللهب الدهبي ليس بعد اتبقت خطوة اخيرا. وبيهجم على رون. ورون التاني بيهجم عليه. وبيحصل تصادم شديد. وبيفضل التصادم مستمر. ولكن بترجع الامير خطوة الورا. لكن رون بيزود من قوته. وبيكسر صف الامير. وبيضربه رون للمرة التانية. هو ازاي هالة عيلة زي جارد اتفاقت عليها. وبيقع الامير ويفوز رون زي جارد. من الواضح ان كان لياه الافضلية في القوة والسر لكن هو هلجأ لاجراء مضاد لمواجهة هالتي. العالم واسع فعلا. وبيروح يسلم على رون. وبقول له شكرا ليك. انا اتعلمت كتير من النزال ده. انا بعترف بالخسارة. اتعلمت انتاني كتير منك. وبيتصلحه. فبيسأله عن عمره. فبقول له رون 14. انا خسرت من سياف اصغر مني بمهارة وشخصية. ايه بل دي من فضلك? سموك. هو ايه ده? ده دليل على ان الامير التالت لامبراطور اوينجيرير. هقبل طلب ليك مهما كان. بس انت هتديني حاجة غالية اوي كده. مع اني خسرت بس زيني بقى اصافي. وحاسس انه وصلت للتنوير وكل ده في فضلك. بالعكس اظن ان اخسرت قدام سياف زيك. اشوفك في المستقبل. ياريت تفضل اقوى مني الوقتها. لان ازدني من الممتقى اللي حق بيك. احنا خسرنا يا مدر بريمير. هتاخد المكافأة زي ما اتفقنا. خلصانة. يلا نرجع يا دكتور تان. حضر يا سموه الامير. انا افتقرت حاجة. لازم انا عملها قبل ما ممشي. فبيقول رون في حياتي الس بقى. كنت بنفز المهمات من غير مكافأات. هي دي حاجة طوية. ان اخد مكافأة زي دي. الصراحة ده جامت. الحياة دي مش بتمشي زي ما توقعت تاني. وبروح لقصر زي جارد. فبيبقى الامير راح للقصر. فبالله اوه صحيح. خلص النزال اخيرا. اراجع نفسي. بعد ما كنت افكر نفسي ان احسن واحد. حسبت ان مهارات مبارزتي مسالية. لكن زرت اربع اماكن من بين الملوك الستة. خدت نزالات كتيرة بس دي المرة الاولى اني بقابل فيها متدرب زي درون. ما ان سن صغير. الا انه كان سيافة تعلمت منه كتير. علشان كده قررت اعدي على ريس العيلة قبل ما ارجع. لاني عايز اطبق اللي تعلمت منه. فها روات ممكن. خلاص فهمت. من فضلك قول للملك الحكيم ان خدت رسالته. شكرا لك. وبنروح للامير وهو مروح. في بناديد دوك فبالله عايز زي. انت خلال النزال دي الدرون استخدمت تكنية سيف باريز. انا حسس عيت ان دي حاجة مبالغ فيها. وان من الافضل اخفاق قوتك الحقيقية. اه صح ده كان مبالغ فيه. بس منحك للاشارة. خليك تتخطى حدودك. ده مش صح على فكرة. لان رون عمل فيه معروف. بالنفوض اللي يحترمني لغاية الاخر. رغم انه كنت بالداية واتجاهلته من البداية. فكان لازم ان اظهر احترام اليه. كمان رون اظهر مهارة. تقدر تقول انها تكنية سرية. انا معك في ده. لكن ان امنحه اشارة ده كان استثمار. فبالله انت اصدق ايه باستثمار. لو كان عنده النوع ده من الكوة الزكاية في سرن المبكر ده. رغم انه من عيلة ف الا انه هي بقى شخصية مهمة مشهورة في كل انحاء القارة في المستقبل. هنستفات في المستقبل لو بقيت على صداقة مع شخص زيه. هو انت كنت بتفكر في كل ده خلال القتال. انا نشأت جوه عيلة ملكية. يعني هموت لو مكنتش حسبتي كل ده. رون زي جارد. هي طرق قوتك هتكون عاملة ازاي في لقاءنا اللي جاي. باين انك سعيد لان امين من مملكة اجنبية اطلب بحفيدك الرئيس العيلة. فبيقول له انت بتتكلم عن ايه يا رون? اي السبب اللي خليك تبتسم بالطرقة دي ابتسم ايه كده. اللي ابتسمكة على وشك. لما قال الامير جرير اسم رون انت شكلك كبير توخرافت. طب هتعمل ايه في الكلام اللي قاله دوك تارتان. لسه معلقة في ذهني. فبيروح لفلاشباك لتارتان. هو بيتكلم مع جيلين. وبيقول له بجانب الرسالة اللي بعت الامير. في حاجة مهمة جدا ليك من ملك الدمار الشمالي. دي رسالة من ألبرت قوين التاني. ملك مملكة قوين والسياف الصامت. من الملوك الستة. الخمس ظلال بدأت التحرك. اللي هم الشياطين. بروح لساحة التدريب. وبيقول لهم ريمير. انا عارف ان وجهتكم صعبات في النزلات الاخيرة. ضدالة قوين. وزي ما انت شايف انتم جهزين. يلا نبدأ شوية تدريبات خاصة. الاسبوع اللي جاي. فبيندهش المتدربين. تدريبات خاصة كمان. فبيقول له دوريان ايه نوع التدريبات. فبيقول له. هي منفاش يتقال عليها. انها تدريبات خاصة. لانه واقع محتوم. ولازم ان تستعدوا علشان تشوفوا دم المراضي. برا حدود زي جارت من ناحية الجنوب. في معقر لقطاع الطرق اسمه معقى النمر الابيض. كانوا مجرد قطاع طرق من ضمن تحالف الشمال والجنوب. وكانوا بيعيشوا على شوية الرسوم اللي بيقضوع مقابل فتح الطريق الجبلي. لكن سلوكهم بوقح في الكاميوم دور. بيتقال انهم بيسروا البضايع. انت اصدق ان مهمتنا هي القضاء عليهم. هي المفروض كانت اتعاملية ابادة. لكن هي مهمتنا تغيرت. ممكن ننجز ونتعامل معهم. لا مش ممكن. هاجم قطاع الطرق دور. قرية في جنوب مع قلم. وزبحوا اهلها. وبعد كده ولعوا في القرية وجاريو. علشان كده مهمتنا النهاردة هي تعقب اثار قطاع الطرق دول. وبعد كده مهمتنا التانية هي التخلص منهم. مع انهم قطاع طرق بس هما لسه مجرمين مهرة. فخلي بالكم منهم. استعدوا. هنتحرك بكرة اخر النهار. وبالله رونان بيتضرب على تقطيع وراء الشقر. وبيقول انها كانت عايزة تحسن وضايق قتالة قبل ما تمشي. لكن ما كانش الحوار سهل زي ما كانت فكرة. بس تحرقات رون كانت دقيقة وهادية. بس المشكلة ان الدنيا مش ماشية زي ما انا عايز. لو تأك ان رون بيتضرب جوه. اروح اطلب منه مساعدة. لا مش عايزة ازعجه. هكمل التدريب الواحدي. وبتبقى رونان قاعدة بتستريح. وبقول ان قوة تحرقة قلت على الاول. بس تحرقتها بيت اكتر سلاسة. نلت القادر من التدريب. كفاية النهاردة. هو رون لسه قاعد بالضرب. هروح ابص عليه بصة قبل ما روح. وبتفتكر رونان امها. وهي كانت بتقول لها. روحي بدري وانا اشتريك دستة حلويات. فطبعا رونان بطنع جز عليها. فبتروح. وهتبقى تدي له بكرة واحدة حلويات. وبيجي حد من وراها. وبيندي عليها. فبتبص الورا. وبتنصيك رونان لما بتشوفه. وبطلع اخوه واسمه سيريا. فبقول لها انت ليه بتبص كده. بعد الفترة دي كلها. لو فضلت تبصي لي كده هتضايق. فبتبقى رونان على ملامحها انها مرعوبة. فبقول لها انا بتأكد ان لسه لك ما تبصلش كده. باين ان تدريب ريمين ماشي كويس. بقيت اقوى مما كنت بتوقعه. بس ده مش معناه انك هتقاتل وحياتك على المح فبتبعد عنه. هو انت بيتي اضعف في فترة غبي. اظن انه لازم ان اناقشها. مش كان اسم السنجاب اللي انت ربتيه روبي. هتفتكريه تاني. وهو مات ازاي علشان انت فقر تتحديني تاني. بصي. وبيفعز السنجاب. وبتفتكر رونان السنجاب اللي اخوها الجاهد قتالهم. وبتجلها هسترية وبتوقع تصرخ. انت ملك يا رونان. ولغاية ما يجي الوقت المحدد. ما تعملش حاجة خطيرة او صعبة. افضل يتنفسي طالما انا سامح لك. فبيدخل حد وبيحصل انفجار. فبتبصله رونان لمنقذها رون. رون انت بتقول مين. فبيقول مش برده انت عليك انك تعرف عن نفسك الاول قبل ما تسأله عن اسمه. منفقش تقولك كده على طول بعد دخولك المفاجئ. انت اللي سادت الطريق في شارع دي. هو انت لسه ولا حرامي. انت فصات الحوار بالطريقة دي. انا مش حرامي انا اخوها. فبيبصلها رون. فبيقول يا مرعوبة. بس رونان شكلها مرعوبة. وانت اخوها فانا. اه وربنا اخوها. انا هزرت بس معها هزار بايخ. لان اني كنت فرحان اني شفتها بعد فترة طويلة. وانت بتوصف صحك السنجام ملب. فبيرد عليها دي لعبة. بص حتى على ايدي فاضية. مستهيل لقت انسجام حقيقي. فبيقول رون دفن الدم واللحم بعيدة عن هالته. انا جيت هنا علشان ادي اختي الصغيرة شوية واجبات. لاني خارج في مهمة طويلة. عندك صحاب لطاف. لازم ان تفضله صحاب. اسف على المبالغة في مقابلتي الاولى. بتمنالك صحة قويسة. سلام. انا عارف ان الراجل ده هو السيف العفكاري لعلي سيليور. هو ب واحد من الوحش الاثناشر. اللي بتوقع ان هما بيبعوا سماوات القرى للجيل اللي جاي. السيف اللي زودي سيريا. سمعت اسمه قبل ما روح. ده اول مرة شوفه فيها كان مقبول. بتظهر بالنباطة الرحيم. عنده نفس الريحة المعافنة بتاع ديروس. فبتقوم رونان عشان يوصلنا للعربية. بيوضعوا بعض. فبتبقى رونان قاعدة حزينة. حتى دستة الحياة ما كانتش جنبية. هو رجع تاني ولا لسه زي ما هو. اشترك في القناة واعمل لايك لدعمنا. فبنروح لف جاب كمتوتر. لانها حامل. بسنا كويسة. ويحصل زي ما احنا عارفين. انت ملكي. ما ينفعش تتأذي. ولا حتى تتصابي. كل اللي عليك هو التنفذ. لو قلت لابو يا امي حاجة. هقتلهم. انا مش محتاج لائلة. هدمر كل حاجة. فبتقول رون بان لو تكلمت لحد هيتأذي. هقعد سكتة احسن. كل حاجة هتكون تمام طول ما انا سكتة. انا حسبت بان الوحيدة اللي حاسة بالواحدة وبتاعني. تقول اي في واحد تاني بيتشيقني في نفس القلم. قابلت رون ز تحملها بعد ما شفته. بيغير نظرة التانيين فيه بالاجتهاد الشديد. حسبت ان ممكن اغير نفسي. فبزلت اقصى مجهودة عندي. علشان اكون جاب بيه. لكن بان ان ده مش ممكن. خلاص عادي طلب عندي القدرة. وبينتقل لنا المشهد لقرية جارتين. وموقعه واقصى الجنوب. فبقول ريميل للمتدربين باننا هنبات هنا. احسنتم عاملا خلال السفر من بوابة الابعاد. بانكم تعبانين. خدوا الكراحة الليلة دي. لان الليلة دي اخر الليلة ممكن تستريحوا فيها طول المهمة فبيطلع فيه حد كان مستنيهم. فبيرحب بهم. وبيرشدهم لوضتهم. فبنروح لرون وهو بيشكر الشبح. فبقول له على ايه. اني ما كنتش هلاحز لو ما عرفتش انه بيخفي حضوره. فبنروح للوقت وبيقول للشبح. في حاجة بتحصل. انا كنت بعمل كده علشان الحلويات. بيبقى انه قال انه هيغيب لفترة بسبب مهمة. لكن رونانا هتفضل على الحال ده. طالما الوقت ده موجود. فبقول له اديني جسمك وهرجعولك بعد بقتله. انت بتقول ايه. ملك الجواهر بيرد المعرو ضعفين. ويريد الانتقام عشر اضعاف. والبت دي دخلتني عالم الحلويات. فانا عندي استعداد ان نعمل كده علشانها. انت بتهزر انا برفض يا عم. انا جدي في كلامي. فبقول له انا برضو لسه رافض حتى لو كنت بتقولي الحقيقة. هو سبب صدمة كبيرة لو رونان. هتفضل كده حتى لو مات. مش هيغير حاجة. رونان اول طفلة تهتم بها في حياتي السابعة والحالية. لو حصل لها حاجة هاتل المسؤولة عن كده. وبعد يومين الطلاب وصلوا للقرية. اللي دمرها قطاع الطرق. ف طلاب مزهورين من اللي حصل. هم اللي عملوا ده. دي وحشية غير طبيعية. ايه القصوى دي. اظن انهم قطعوا رأيبيهم. قبل ما يحرموهم. لكن مظهر الجسس مش بيداق مارسة. اظن انها شافت جسس كثيرة في الماضي. او قتلت ناس كثيرة. ايه ده. هي رونان فين. فبتبقى رونان قدام بيت. فبقول ريمير. بان المشهد القاصي اللي انتو شايفينه ده. بسبب قطاع طريق النمر الابيض. اني اشوف ذكرياتكم. وخلي بانكم انكم تواجه واحد منهم. فبيتطلع صفارة. وبقول لهم الصفارة دي صفارة مكتومة. مش هتطلع صوت حتى لو نفقت فيها. مفيش حد يقدر يسمعها غير اللي اتضرب على سمعها. لو واجهتوا خطر استخدموها. ساعتها يستجيب المدربين المشرفون. انا عارف ان سيفهم وحشية. رغم ده. بدأ من النفخ في الصفارة على طول. ابزلوا جهودكم الاول. تقدروا تقتلوهم من غير متساعدتنا. وما تترددش في قطر ابيهم. لو سمحت لكم الفرصة. مفهوم. ودلوقتي تقسموا المجموعات زي ما يقول كبير المتدربين. فبيقول رون ملسى مجموعة ايه. بورين مجموعة بيه. الكل يتحرك في مجموعات متكونة من ثلاثة واربع افراد. فبتفتكر رونال كلام اخوها بانها ملكه. وبتوقع تفكر في كلامه. فبيناديها حد في بيت العرون. وبيقول لها تعالي معايا. وبيروحوا البيئة جبلية. هي دي كم الجبل روتيني الارض العالية. بتساعد على المراقبة من تحته وان الاسهر الهروب والاختباء. مستحيل يستخبه ببساطة لو اعرفوا ان في عدد كبير بتدور عليهم. المفروض ان ياخدوا حذرهم هناك. في الحالة دي ممكن المتباقي هو التل اللي هناك. رونان يلا نتحرك. خلينا تسيب الغابة للمجموعة التانية. والروح احنا عند التل. فبيتوافق. فبيقول له الشبح واضح انك مهتم بيها. فبيقول رون هي دي مشكلة عالية. انا مش عارف مشاعر الناحية سيلفيا. بس انا عارف سوء عامل في رونان. فلو جات لي فرصة. انا متأكد انها قدر اصلحها. زي ما توقعت. في غابة مستخبية في التل. دي عميقة جدا. بان انهم اخفوا بصرهم. فهيبقى صعب اننا يلاقيهم. طبعا ده للمبتدرين. القتلى مش بيعرفوا يقتله. بس لا. الاستشعار و جمع المعلومات. مفيش متعقب عادي يقدر يخدع عيني. رونان بان ان المقر الرئيسي موجود هنا. وللاسف الفيديو خلص. فلو انت مش مشترك اشترك و اعمل لايك. وبيس يا مان. اشتركوا في القناة.